إثبات حكم الإسلام للمعين لا يدخل المكلف في الإسلام إلا أن يؤمن موقنا بحقيقة معنى الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله وهذا مما دلت عليه الأدلة القطعية من كتاب وسنة وإجماع ودلت قطعيات الكتاب والسنة والإجماع أيضا أن من نطق بالشهادتين أو ما يدل عليها كما في الأبكم والجاهل بلفظها فقد وجب علينا إثبات دخوله في الإسلام بمجرد نطق بها وأن نكل سريرته إلى الله تعالى وأنه وجب علينا معاملته معاملة المسلم في حقوق أخوته الدينية بدءا بالعصمة الدم والمال والعرض إلى ما دون ذلك من الحقوق وقد دل على ذلك أدلة كثيرة منها الدليل الأول قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا أن تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا وسبب نزول هذه الآية ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له فقال السلام عليكم فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة فنزلت ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا والآية صريحة بوجوب إعمال ظاهر القول في من ادعى الإسلام على وجه الإقرار وبوجوب ترك الاستدلال على صدق الظاهر بقرائن الأحوال فإن كان هذا الرجل المقتول قد نطق بما يدل على إسلامه كالسلام ولم ينطق بالشهادتين ومع ذلك أثبت الله تعالى له حكم الإسلام وعاتب الصحابة على قتله وخطأهم فكيف سيكون الأمر لو كان قد نطق بالشهادتين لهذا كانت هذه الآية صريحة في أن الله تعالى قد أمر بإثبات أحكام الإسلام لكل من نطق بالشهادتين ونهى عن ادعاء إعمال القرائن لتكذيبه وهذا القدر من الآية كاف في الدلالة على ما نقصد بيانه من أن مجرد النطق بالشهادتين عاصم للدم والمال مثبت لصاحبها أحكام الإسلام محرم على غيره لاعتداء عليه بالدعاء عدم ثبوت الإسلام له فإذا كنا متعبدين بغلبة الظن في كثير من الأحكام والأقضية وكانت القرائن قد تفيد غلبة الظن والرجحان القوية ومع ذلك أمرنا في موطن بعدم إعمالها فإن ذلك يدل على أن غلبة الظن إنما أهملت في ذلك الموطن لأنها كانت في مقابلة ما هو أقوى منها والأقوى من غلبة الظن ومن الرجحان القوي ليس هو إلا اليقينة ولم يقع مما يمكن أن يفيد اليقين في هذه القصة ونحوها من الأحوال إلا إظهار الإسلام بالشهادتين أو ما يدل عليها فكان ذلك دليلا على أن مجرد النطق بالشهادتين يدل على يقين بدخول ناطق بها في الإسلام يوجب إلغاء التشكيك في دلالتها اليقينية بالظنون الراجحة فضلا عما دونها من الشك والظن المرجوح فإن قيل كيف يكون النطق بالشهادتين مفيدا اليقين مع احتفافها بقرائن تمنع من إفادته كمن قالها متعوذا والجواب أمر الله تعالى باعتبارها يقينا فنكف معها عن كل ظن ونلغي بوجودها النظر إلى كل رجحان وإذا أمر الله تعالى بأمر وجب الإذعان له فكيف إذا كان في حق من حقوق الله تعالى التي لا علاقة لحقوق العباد بها وهي إثبات حكم الإسلام لعبد من عباده سبحانه الدليل الثاني قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إنك المنافقين لكاذبون إتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ووجه الاستدلال بالآية هو ما ذكره الإمام الشافعي في الزنديق وهو من يبطن الكفر ويظهر الإسلام حيث قال يقبل قوله إذا رجع ولا يقتل حيث قال يقبل قوله إذا رجع ولا يقتل واحتج فيهم بإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فأمره الله عز وجل أن يدعى قتلهم لما يظهرون من الإسلام وكذلك الزنديق إذا أظهر الإسلام كان في هذا الوقت مسلما والمسلم غير مبدل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا شققت عن قلبه وأيده الإمام الدارمي حيث قال عقبه وأنا أقول كما قال الشافعي أن تقبل على نيتهم إذا اتخذوها جنة لهم من القتل أسروا في أنفسهم ما أسروا فلا يقتلوا كما أن المنافقين اتخذوا أيمانهم جنة فلم يؤمر بقتلهم فالمنافقون إنما عصموا ذماءهم واستحقوا إجراء أحكام الإسلام عليهم بمجرد ادعاء الشهادتين علنا وهذا مما نقطع به من أحكام الإسلام ومن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الدليل الثالث حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله وقتلته قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح وفي رواية كان متعوذا قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا فما زال يكرذرها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ وفي حديث جنب بابن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين وأنهم التقوا فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يفسد إلى رجل من المسلمين قصاد له فقتله وإن رجلا من المسلمين قصاد غفلته قال وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع فدعاه فسأله فقال لما قتلته قال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسما له نفرا وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته قال نعم قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة قال يا رسول الله استغفر لي قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة قال فجعل لا يزيده على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة وقد بوّب له أبو عوانة غفّي عام ثلاثمائة وستة عشر هجريا في مستخرجه بقوله بيان حقن دماء من يقر بالإسلام من الكفار في المحاربة وإن كان إقراره تقية ودرء القود عنه بعد إقراره فيما أصاب في كفره ومحاربته ولا يفتش باطنه والدليل على أن المؤمن يخرج من إيمانه إذا قتل المكر بالإسلام وهذا الحديث المتفق على صحته والمروي من وجوه تفيد القطع بثبوته يدل دلالة قاطعة على وجوب إلغاء القرائن كلها مهما قويت في إثبات الإسلام لكل من نطق بالشهادتين إذ لا أوضح من أن نطق هذا الرجل للشهادتين كان تقية ويتعوذ بها من قتله فليس معقولا أن يكون مشركا ثم فجأة تتضح له صحة الإسلام وفجأة يراد لا إلى النبوة وفجأة لا يكون ذلك إلا بعد أن أيقن بالقتل بعد أن كان قبلها بلحظة يقاتل المسلمين ويقتلهم علم الله لو كان الدين بالرأي لأقسمنا لو كان الدين بالرأي لأقسمنا أنه ما قالها إلا تعوذا لا تصديقا ولا معرفة بالحق كما فعل أسامة رضي الله عنه لكن الدين لله تعالى وهو قد أمرنا بإلغاء كل الدلائل وإثبات الإسلام لمن نطق بالشهادتين بمجرد نطقه الدليل الرابع حديث المقداد بن عمر الكندي رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب بإحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أقتلوه يا رسول الله بعد أن قالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فقال يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعد ما قطعها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال وقد بوب له أبو عوانة توفي عام ثلاثمائة وستة عشر هجريا بقوله بيان حقن دماء من يكر بالإسلام من الكفار في المحاربة وإن كان إقراره تقية ودرء القود عنه بعد إقراره فيما أصاب في كفره ومحاربته ولا يفتش باطنه والدليل على أن المؤمن يخرج من إيمانه إذا قتل المكر بالإسلام الدليل الخامس حديث عقبة بن مالك رضي الله عنه قال باعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأغارت على قوم فشذ من القوم رجل فأتبعه رجل من السرية شاهرا سيفه فقال الشاذ من القوم إني مسلم فلم ينظر فيما قال فضربه فقتله قال فنمي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا فبلغ القاتل قال فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتبه إذ قال القاتل يا رسول الله والله ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل قال فأعرض عنه فأعرض عنه وعن من قبله من الناس وعن من قبله من الناس وأقذ في خطبته ثم قال أيضا يا رسول الله ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل فأعرض عنه وعن من قبله من الناس وأخذ في خطبته ثم لم يصبر فقال ثم لم يصبر فقال الثالثة يا رسول الله والله ما قال إلا تعوذا من القتل فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف المساء في وجهه قال له إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَبَى عَلَيَّ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَبَى عَلَيَّ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَبَى عَلَيَّ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا الدليل السادس حديث حذيفة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحصولي كم يلفظ الإسلام قال فقلنا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين الستمئة إلى السبعمئة قال إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا قال فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا وهذا يدل على أن كل من نطاق بكلمة الإسلام كان معدودا في المسلمين الدليل السابع حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلد ممرء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحداث لاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة فبين صلى الله عليه وسلم أن المسلم هو من شهد الشهادتين وأنه بها قد عاصم دمه الدليل الثامن عديث أبي ذرن الغفاري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه توب أبيض ثم أتيته فإذا هو نائم ثم أتيته وقد استيقظه فجلست إليه فقال صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق قلت وإن زنا وإن سرق ثلاثا ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر قال فخرج أبو ذر وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر الدليل التاسع وفي قصة إتيان النبي صلى الله عليه وسلم لبيت عتبان بن مالك رضي الله عنه قال فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا فقال قائل منهم أين مالك بن الدخشيني أين مالك بن الدخيشني أو ابن الدخشني فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله قال الله ورسوله أعلم قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وفي رواية أخرى أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال إنه يقول ذلك وما هو في قلبه فقال صلى الله عليه وسلم لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه وهذا دليل واضح على أن الشهادتين عاصمة وعلى إلغاء الدلائل التي لا تبلغ اليقين في إبطال دلالتها على الإسلام الدليل الدليل العاشر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم قال ابن حجر وفي حديث ابن عباس من الفوائد غير ما تقدم الاقتصار في الحكم بإسلام الكافر إذا أقر بالشهادتين وذكر الصلوات والزكاة هنا وذكر الصلوات والزكاة هنا لم يكن من أجل اشتراطها في صحة الدخول في الإسلام بل لأنها أعظم شعائر الإسلام التي تجيب على من دخل في الإسلام كما قال ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم معلقا على حديث جبريل في ذكر مباني الإسلام وحكم الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين وإنما أضاف إليهم الصلاة والزكاة والصوم والحج لأنه لأنهما أظهروا شعائر الإسلام وأعظمها الدليل الحادي عشر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد ابن الوليد إلى بني جذيمته فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا فجعل خالد يقتل منهم ويأسر ودفع إلى كل رجل منا أسيره حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال اللهم اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد وَبَوَّبَ وَبَوَّبَ لَهُ الْبُخَارِيُّ فِي مَوْطِنِ بَابِ إِذَا قَالُوا صَبَأْنَا وَلَمْ يُحْسِنُوا أَسْلَمْنَا وَكَذَلِكَ فَعَلَ النَّسَائِيُّ إِذَا قَالُوا صَبَأْنَا وَلَمْ يَقُولُوا أَسْلَمْنَا وفي هذا الحديث أن من ثبت عنه قصد الإسلام في الظاهر حتى ولو لم يشهد الشهادتين فلا يجوز قتله ويعصم دمه ما أظهره من إرادة إعلان الإسلام حتى يتثبت من قصده بل ورد في مرسيل السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليعطي بني جذيمة دية قتلاهم مما يعني أنه صلى الله عليه وسلم قد أثبت لهم الإسلام بظاهر ذلك القول الدليل الثاني عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ما له ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق وقوله صلى الله عليه وسلم إلا بحقه أي لا يباح ممن نطاق الشهادتين دم ولا مال إلا بما أوجبه الدخول في الإسلام من أحكام من زكاة مال واجبة ونحوها أو من قصاص بسبب القتل أو الزنا في إحصان أو المفارقة للدين فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادتين كافية لإثبات الدخول في الإسلام وجريان أحكام المسلمين على الناطقين بها كما أن إقامة الحد على القاتل والذان المحصن والتارك لدينه هو فرع عن إثبات إسلامهم السابق الثابت بالشهادتين فهذا النص نفسه يثبت إسلام هؤلاء بالنطق بالشهادتين ولولا ذلك لما حكمنا بردة المرتد مثلا وسيأتي مزيد بيان عن حقيقة قتال المرتدين في زمن أبي بكر رضي الله عنه مما يتعلق بهذا الحديث الدليل الثالث عشر في قصة فتح خيبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه الراية وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك فسار علي رضي الله عنه شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس فقال صلى الله عليه وسلم قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا من كدماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله قال النووي في شرحه لصحيح مسلم وفيه دليل على قبول الإسلام سواء كان في حال القتال أم في غيره وحسابه على الله تعالى معناه أننا نكف عنه في الظاهر وأما بينه وبين الله تعالى فإن كان صادقا مؤمنا بقلبه نفعه ذلك في الآخرة ونجى من النار كما نفعه في الدنيا وإلا فلا ينفعه بل يكون منافقا من أهل النار وفيه أنه يشترط في صحة الإسلام نطق بالشهادتين فإن كان أخرس أو في معناه كفته الإشارة إليهما الدليل الرابع عشر حديث أناس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان فإن سمع أذانا أمسكه وإلا أغار فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار فنظروا فإذا هو راعي معزاه قال النووي في شرحه لصحيح مسلم فيه أن النطق بالشهادتين يكون إسلاما الدليل الخامس عشرة النقل المتواتر المفيد للعلم الضروري من أحكام الإسلام قال شيخ الإسلام سواء كان معطلا أو مشركا أو كتابيا وَبِذَلِكَ يَصِيرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْبَلُ من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما فقد أنكر على أسامة بن زيد قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف واشتد نكيره عليه ولم يكن صلى الله عليه وسلم يشترق على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة بل قد روي أنه قبل من قوم الإسلام واشترطوا ألا يزكوا ففي مسند الإمام أحمد عن جابر قال اشترطت تقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا صداقة عليهم ولا جهاد وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيتصدقون ويجاهدون وفيه أيضا عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أن لا يصلي إلا صلاتين فقبل منه وقال ابن المنذر وأجمع أهل العلم على أن الكافر إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن كل ما جاء به محمد حق ويبرأ من كل دين خالف دين الإسلام وهو بالغ صحيح العقل أنه مسلم وتابعه على هذا النقل للإجماع ابن القطان الفاسي توفي عام ستمائة وثمان وعشرين هجريا في الإقناع في مسائل الإجماع وزيادة ما زاده ابن المنذر وابن القطان الفاسي إنما جاءت مراعاة لخلاف فقهي لا علاقة له بمسألتنا فمسألتنا هي إثبات الدخول في الإسلام بظاهر اللفظ الدال لعلى تحقيق معنى الشهادتين سواء اكتفينا بظاهر النطق بالشهادتين فقط أو استلزم عند بعض الفقهاء وفي بعض الأحوال ألا يحكم للكافر الأصلي بالإسلام إلا بالشهادتين وبما يدل على براءته من كفريات دينه الذي كان عليه والتي قد يتأول الشهادتين بما لا يجعلها دالة على البراءة منها فعلى كلا الحالين والقولين نكون قد قطعنا بإسلام من كان كافرا بمجرد ظاهر نطقه المحقق لمعنى الشهادتين والذي أقمناه مقام الحكم المقطوع به حتى عصمنا به الدم والعرض والمال والحقوق الإسلامية كلها والأدلة في ذلك أكثر من أن تحصى أن من دخل الإسلام بالشهادتين فقد ثبت له حكم متيقن بأنه مسلم نلغي لهذا اليقين الحكمي دلالة القرائن كلها مهما قويت ما دامت لم تبلغ حد القطع الذي لاحتمال معه ولو على ضعف يرفع ذلك الحكم فهذا هو ما قطعت به الأدلة القطعية من الكتاب والسنة والإجماع مما سبق ذكر شيء من أدلته وهذا الحكم لا علاقة له بقلب المعين وما في صدره فقد يكون قلبه مضمراً النفاق متستراً بالكفر لكننا لم نؤمر بالتنقيب عن القلوب ولا يمكننا ذلك ولا أمرنا بملاحظة القرائن والشواهد التي تدل على عدم صدقه بل أمرنا بترك كل ظن أمام يقين حكم إثبات دخوله في الإسلام بظاهر نطقه بالشهادتين تسليماً لأمر الله ورضاً بحكمه الذي أمرنا بإنزال النطق بالشهادتين منزلة اليقين على غيبها وإن جهلنا هذا الغيب أرأيت المسلمين الذين نحكم بإسلامهم مطلقاً ونجري عليهم أحكام المسلمين أحياء وأمواتاً أولسنا نقطع أنه سيكون فيهم من هو منافق كافر لا نعلمهم الله يعلمهم ومع ذلك لم يمنعنا ذلك من القطع لهم بحسب ظاهرهم بالإسلام ووجب أن نصلي عليهم وأن نجعلهم داخلين في جملة من نعتقد فيهم عدم الخلود في النار أرأيت غير معلن الإسلام؟ ألم نؤمر بإجراء حكم الكافر عليه حياً وميتاً واعتقاداً أنه من جملة المفلدين في النار مع أنه قد يكون مبطناً إسلاماً متقبلاً لإكراه مثلاً وقد يكون ممن لم تقم عليه الحجة الزسالية فحكمه إلى الله تعالى كحكم أهل الفترة وأنهما بذلك قد يكونان من الناجين ومن أهل الجنة رغم صحة اعتقادنا فيهم حكماً إلا لأننا مأمورون بالاحتكام إلى الظاهر وهذا كله في دخول الكافر الأصلي في الإسلام وتيقن ثبوت حكمه له وأنه تكفي فيه الشهادتان فكيف بالمسلم الأصلي المولود لأبوين مسلمين أو لأب مسلم والذي ربما كان من أهل الصلاة والزكاة والصيام والحج والذكر بتسبيح وتهليل وتكبير وحمد واستغفار بل ربما كان معلناً حب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتأخر عن إظهار حميته للإسلام قولاً وعملاً إلى أي حد سيكون يقين الحكم بالإسلام لمثل هذا الشخص أو لمن هو دونه ممن ضم إلى الشهادتين ولو شيئاً يسيراً من معالم الإيمان الأخرى وهو مسلم أصلي كما سبق إن اليقين بإسلام أهل الشهادتين من المسلمين وأبنائهم كان يجب أن لا يكون محل جدل لولا نبتة التكفير المتهافت التي أفسدت الأمة وفرقت كلمتها واستباحت محرماتها المبحث الثاني من دخل الإسلام بيقين لم يخرج منه إلا بيقين فلليقينية الحكمية التي ألزمن الشرع بها لناطق الشهادتين وهي أنه مسلم كما سبق كانت مخالفتها بالظنون مخالفة مستنكرة غير معتبرة ولا يصح فيها سواغ الاختلاف لأن مخالفة اليقين غير معتبرة ولا يهولنك كسرة الاختلاف في التكفير فهو مما قد تقادمت شكوى العلماء منه وليس وقوعه مما يمنع إنكاره وتخطيئه إذ كل تكفير وقع فيه اختلاف فهو بين تكفير بحق لا يسوغ خلافه أو تكفير بباطل فهو اجتهاد لا يسوغ ويجب إنكاره ولذلك جاءت النصوص تقطع بأن تكفير المسلم ولذلك جاءت النصوص تقطع بأن تكفير المسلم بغير حق كبيرة من الكبائر وما كان من ظنون الاجتهاد معصية من الصغائر فهو اجتهاد غير سائغ فالمعاصي ولو كانت صغيرة ليست مما يسوغ عملها فكيف إذا كان اجتهاد المجتهد من كبائر الذنوب التي توعد الشرع عليها كالتكفير بالظن فانظروا إلى ما في المصوص التالية من التغليظ على التكفير بغير حق ألم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنه وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه كليهما عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما وهذا ترهيم شديد من التكفير بغير حق وتغليظ عظيم على فاعله ألم يقل صلى الله عليه وسلم في حديث ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه من لعن مؤمنا فهو كقتله ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله وما كان كالقتل لا تكون مخالفة الصواب فيه إلا من أشد المنكرات وإن عذرنا المتأول من أهل الاجتهاد دون من لا يستحق الإعذار من جهلة المتسورين على منزلة الاجتهاد بعد أن نسقط مقالته وننكر اجتهاده فإسقاط المقالة وإنكارها لا يلزم منه إسقاط القائل كما هو معلوم في الكلام عن زلات أهل العلم ألم يقل صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردءا للإسلام إن سلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك قال حذيفة قلت يا نبي الله أيهما أولى بالشرك الرامي أو المرمي قال صلى الله عليه وسلم بل الرامي وهذا يبين أن التكفير بغير حق سلاخ من قطعي في القرآن ونبذ ليقيني فيه لأنه قول بدأ بمعارضة يقيني حكم القرآن والسنة بغير يقين بل بظنون أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بعدم إعمالها في يقين حكم الكتاب والسنة ولأنه سيتبع الحكم بالتكفير استباحة دماء وأعراض معصومة قطعا استباحة حكم فقط مع إرجاء العمل أو استباحة حكم وعمل معا وأحدهما يستتبع الآخرة عاجلا أو آجلا ألم يقل صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذرن الغفاري رضي الله عنه لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك وفي لفظ آخر ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه وكيف لا يكون التكفير بغير حق قولا ساقطا غير معتبر وهو يخالف اليقين حيث إنه لا يكون تكفيرا بغير حق إلا وهو مخالف ليقين الحكم بالإسلام وما خالف اليقين استحق الإنكار يقينا وكيف لا يكون التكفير بغير حق من الخلاف غير المعتبر وهو سوف يسلب المسلم عصمة الدم والمال والعرض فهل تقرير ما يستبيح هذه المحرمات القطعية من الممكن ألا يكون الغلط القطعي فيه غلطا غير سائغ ولا معتبر والقول بصواغ اختلاف في مسائل التكفير لا يستوي إلا مع اعتقاد صحة الاعتماد في تقرير مسائل التكفير على الظنون وفوق ما في هذا الاعتقاد من مخالفة للأدلة السابقة التي تجعل إخراج المسلم من الإسلام لا يصح إلا بيقين لا بظن وفوق ما فيه من تهوين ما عظم منه الشرع وغلظ فيه فهو قول لا يعتمد على دليل يقاوم الأدلة السابقة فلا عنده نص يدل على أن التكفير يسوغ الاختلاف فيه ولا دل النظر العقلي على سواغه وكل الذي وقع ويجعله مدعي سواغ الاختلاف في التكفير دليلا على التسويغ هو كثرة الاختلاف في التكفير بين العلماء مما جعله يستعظم القول بعدم سواغ الاختلاف فيه وهذا الاستدلال هو استدلال المقلدين الذين لا يحسنون التقليد إذ سيأتي ما هو أصرح من كلام العلماء المؤيد بالدليل مما يجعل هذا الباب قطعيات لا ظنون فلو أراد التقليد فهذا طريق التقليد وإن أراد الاستدلال فليبين لنا كيف وصل إلى سواغ التكفير بالظنون من دخل الإسلام بيقين وأحسب أن كل من سوغ الاختلاف في التكفير إنما أوقعه في هذا الغلط أنه قد ساوى بين حكمين متباينين الحكم على المعين بالكفر ببينة ظنية لكن بتقرير يقطع بالكفر والحكم على المعين بالكفر بتقرير ظني فالأول لا إشكال فيه لأن البيناة الظنية كشهادة الشهادتين هي طريق مقطوع به للإثبات في الشريعة لذلك صح الاعتماد عليه بخلاب خلاف التقرير الظني الذي لم تجزه الشريعة في إثبات حكم يعارض حكمها المتيقنة وهو الحكم المتيقن بإسلام المعين المستفاد من نطقه بالشهادتين الذي لا يجيز يقينه أن ينقض بظن تكفير لا يكون إلا بقاطع واشتهرت عبارة كرر هل الكثير من أهل العلم برفضها أو بمعناها وهي قولهم من دخل الإسلام بيقين لم يخرج منه إلا بيقين ولذلك لما ذكر الإمام أحمد قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قيل له ما هذا الكفر فقال كفر لا ينقل عن الملة مثل الإيمان بعضه دون بعض فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه يعني إنه لن يحمل النص على إرادة الكفر المخرج من الملة إلا عند القطع واليقين بذلك كأن يكون اعتباره كفرا محل إجماع أو يقصد أنه لن يوقع التكفير على المعين بالحكم بغير ما أنزل الله خاصة إلا بأمر مجمع على كونه كفرا وكل القصدين والمعنيين يدلان على أن هذا الباب ليس باب ظنون ولا يصح فيه إلا القطع واليقين ولما ذكر ابن المنذر اختلاف الفقهاء في السكران يتلفظ بالكفر ثم تعقب من حكم عليه بالكفر بقوله وفي قولهم أن السكران إذا ارتد لم يستتب في سكره ولم يقتل دليل على أن لا معنى لارتداده وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الدماء وغير جائز أن تهر راق الدماء باختلاف لا حجة مع من رآه راقة دمه من كتاب ولا سنة ولا إجماع وموطن الشاهد هو قوله وغير جائز أن تهرى قد دماء باختلاف فمعنى قوله باختلاف تعني بالاختلاف المعتبر وأنه إذا وقع اختلاف معتبر في تقرير التكفير فلن يقع ذلك إلا في تقرير ظني والتقرير الظني لا يجيز سفك دم المسلم بالردة والكفر ولذلك لا يجوز سفك دم المسلم باختلاف معتبر ولا يمكن أن يقصد ابن المنذر بالاختلاف لاختلاف غير المعتبر لأن الاختلاف غير المعتبر لا يجوز مطلقا فلا يبيح قطرة من دم معصوم الدم ولا إذا أهو بأدنى إيذاء فلا يقال في الاختلاف غير المعتبر وغير جائز أن تهراق الدماء باختلاف كما أن السياق في حديثه عن التكفير هو الذي يؤكد المعنى وأنه يتحدث عن حكم يخالف القطعة لا حجة مع من رآه راقة دمه من كتاب ولا سنة ولا إجماع وقال الإمام أبو بكر الباقي اللاني تفي عام 403 هجريا ولا ولا يكفر بقول ولا رأي إلا إذا أجمع المسلمون أنه لا يوجد إلا من كافر ويقوم دليل على ذلك فيكفر وقد قال ابن بطال المالكي توفي عام 446 هجريا من ثبت له عقد الإسلام بيقين لم يحكم له بالخروج منه إلا بيقين وقال ابن حزم توفي عام 456 هجريا والحق هو أن كل من ثبت له عقد الإسلام فإنه لا يزول عنه إلا بنص أو إجماع وأما بالدعوى والافتراء فلا وقد نقل الإجماع على وجوب قطعية المخرج من الملة الإمام أبو عمر عبد البر الأندلوسي توفي عام 463 هجريا في شرحه لحديثه من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما حتى قال في تقرير ذلك والمعنى فيه عند أهل الفقه والأثر أهل السنة والجماعة النهي عن أن يكفر المسلم أخاه المسلم بذنب أو بتأويل لا يكرجه من الإسلام عند الجميع فورد النهي عن تكفير المسلم ثم قال فالقرآن والسنة ينهيان عن تفسيق المسلم وتكفيره ببيان لا إشكال فيه ومن جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له أن كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين ثم أذنب ذنبا أو تأول تأويلا فاختلفوا بعد في خروجه من الإسلام لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنا يوجب حجة ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر أو سنة ثابدة لا معارض لها وقد اتفق أهل السنة والجماعة وهم أهل الفقه والأثر على أن أحدا لا يخرجوه ذنبه وإن عظم من الإسلام وخالفهم أهل البدع فالواجب في النظر ألا يكفر إلا من اتفق الجميع على تكفيره أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب أو سنة ولما ذكر ابن عبد البرد رحمه الله حديث الخوارج وفيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالمروق من الدين أي بالخروج منه وهي عبارة ظاهر هالتكفير وقف رحمه الله من قوله صلى الله عليه وسلم تتمار في الفوق موقفا يدل على وضوح فقه هذا الباب لديه فقال رحمه الله والتمار الشك وذلك يوجب ألا يقطع على الخوارج ولا على غيرهم من أهل البدع بالخروج من الإسلام وأن يشك في أمرهم وكل شيء يشك فيه فسبيله التوقف عنه دون القطع عليه ثم لما نقل عن الفقهاء وكثير من أهل الحديث الحكم بإسلام الخوارج ثم قال ومن أهل الحديث طائفة تراهم كفارا على ضواهر الأحاديث فيهم مثل قوله من حمل علينا السلاح فليس منا ومثل قوله يمرقون من الدين وهي آثار يعارضها غيرها في من لا يشرك بالله شيئا ويريد بعمله وجهه وإن أخطأ في حكمه واجتهاده والنظر يشهد أن الكفر لا يكون إلا بضد الحال التي يكون بها الإيمان لأنه ما ضداني وقال الإمام الغزالي توفي عام 505 هجريا والذي ينبغي أن يميل المحصل إليه الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيلا فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خطأ والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم حتى قال وثبت أن العصمة مستفادة من قول لا إله إلا الله قطعا فلا فلا يرفع ذلك إلا بقاطع ولما ذكر ابن رشد الجد تف عام خمسمائة وعشرين هجريا عدم جواز التكفير بمآلات المقالات قال ودليل هذا القول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتمارى في الفوق فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يشك في خروج من الدين ومن شك في خروجه من الدين فلا يحكم أنه خرج منه إلا بيقين ولما ذكر الإمام أبو عبد الله القرطبي توفي عام ستمائة وواحد وسبعين هجريا كلام الفقهاء في تكفير الساحر واستباحة دمه بذلك صحح عدم إطلاق القول بتكفيره وعدم إطلاق القول بقتله قائلا وهذا صحيح ودماء المسلمين محظورة لا تستباح إلا بيقين ولا يقين مع الاختلاف فجعل الاختلاف مانعا من اليقين وجعل امتناع اليقين مانعا من التكفير واستباح الدم به وقال ابن الشاط المالكي تفية عام سبعمائة وثلاثة وعشرين هجريا التكفير التكفير لا يصح إلا بقاطع سمعي وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في عام سبعمائة سبعمائة وثمانية وعشرين هجريا وليس وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة وتبين له المحجة ومن ثبت إسلامه بيقين لم يذل ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة وقال الإمام الذهبي في الدرة اليتيمة في السيرة التيمية عن شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهبه توسعة العذر للخلق ولا يكفر أحدا إلا بعد قيام الدليل والحجة عليه ويقول هذه المقالة كفر وضلال وصاحبها مجتهد جاهل لم تقم عليه حجة الله ولعله رجع عنها أو تاب إلى الله ويقول إيمانه ثبت له فلا نخرجه منه إلا بيقين أما من عرف الحق وعانده وحاد عنه فكافر ملعون كإبليس ولن تعبم من قرر هذه القاعدة في التكفير في المحدثين المعاصرين أيضا حتى بعض العلماء والفضلاء الذين يحصروا الاحترام فيهم ويغلا في تعظيمهم عند المخالفين في التكفير ومما يبين صحة هذه القاعدة أن من ثبت إسلامه بيقين لم يخرج منه إلا بيقين أن هذا هو العمل الفطري للعقل أصلا ففطرة العقل لا يمكن ها رد اليقين ونقضه بذنون وشكوك ولا يمكن للعقل السوي أن يقدم على اليقين أن يقدم على اليقين ظنا راجحا ولا شكا فلم يبق إلا معرفة بما يدخل المرء الإسلام بيقين لنعمل فيه هذا العمال العقلي الفطرية وقد تبين بالأدلة القطعية أن النطق بالشهادتين هو حكم بالدخول في الإسلام يعصم الدم والمال ويوجب لصاحبه حق الإسلام كاملا فتبين أن هذا هو يقين الدخول في الإسلام شرعا فلم يجز أن نخرج من نطق بالشهادتين من الإسلام إلا بيقين خروجه من الإسلام ومن المعلوم أن الدخول في الإسلام ليس له إلا إحدى حالتين إما الدخول فيه بحكم متأيقن أو عدم الدخول فيه بحكم متأيقن وليس هناك من يثبت للمعين دخولا في الإسلام بشك أو بظن فيجعل هذا الداخل في حالة وسط بين المسلم والكافر أو نجعله مسلما له بعض حقوق المسلم ونحرمه من بعضها بمحض دخوله لا بما يفعله مما يستوجب تطبيق حكم الإسلام عليه هذا التصور للمسلم الوسط الذي نحكم بإسلامه حكما ظنيا لا وجود له حتى يمكن أن نجوز في مثله إخراجه من الإسلام بغير اليقين والذي منع من وجود هذا التصور للمسلم الذي دخل بظن هو ما سبق من إيجاب نصوص الكتاب والسنة والإجماع المتايقن حكما قاطعا بإسلام كل من أعلن الشهادتين دون التفات لما يثير الريبة من قراء حال معلنها كما في حالة من ظاهره أنه قالها مستعيدا من القتل كما في قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه وكما في المنافقين مع سوء مواقفهم وفجور أعمالهم التي تشكك في عقد إسلامهم لولا ذلك الحكم المتيقن بإسلامهم ولما كان الدخول في الإسلام ظاهرا بالنطق بالشهادتين أو ما دل عليها ودلت على ذلك قطعيات الكتاب والسنة والإجماع وأن من ثبت دخوله بهما في الإسلام فقد امتنع إخراجه من يقين حكم إسلامه إلا بيقين خروجه عن دلالتهما لا يكفر الإنسان إلا بمخالفة يقينية لدلالة الشهادتين وهي كل يقين ينقض اليقين الذي شهدت به فمن نزل إيمانه بالشهادتين عن اليقين إلى غلبة الظن فما دون ذلك فقد كفر لأن لفظ الشهادة يعني إعلان القطع واليقين خاصة في أعظم أمر خطرا وأجله أهمية للإنسان في حياته كلها وإلى ما بعد الحياة فالإيمان هو الأمر الذي يقوم عليه تحقيق مصالح الدنيا والآخرة فمن شك أو لم يتيق شيئا من الدلالة اللغوية للشهادتين فقد كفر قال تعالى في وصف المؤمنين إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وقال تعالى عن الكفار وإذا قيل إن وعد الله حق ما الساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين ووصف تعالى المنافقين بشك القلب والحيرة فقال تعالى إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون وعاب الله تعالى على الكفار اتباعهم الظن فيما لا يصح فيه إلا اتباع اليقين فقال تعالى وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وكذلك عاب على النصار اتباعهم الظن فقال تعالى وقول إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا ولذلك سمى الله تعالى اتباع الظن في موطن اتباع اليقين تخرصا وكذبا فقال تعالى هل عندكم من علم فتفرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون وقال تعالى وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون ولكننا لا نعرف عدم تيقن المعين بالشهادتين بعد نقه بهما إلا بدليل يقيني يقطع بعدم يقينه بهما كالتصريح المقصود بعدم اليقين أو بواحد من المكفرات الآتية في المبحث التالي ولذلك فلا يحق لنا الحكم بكفر مسلم ظاهرا إلا بيقين خروجه من الإسلام وفي مبحثين التاليين سأبين الضابط الذي من خلاله يمكن تمييز يقين المخرج من الإسلام من ظنيه وما يصح التكفير به وما لا يصح وهو لب البحث العملي وهذا أوان الشروع فيه المبحث الثالث ضابط نقض الشهادتين ودرجات نقضهما لا شك أن حكما نطق بالشهادتين ليس حكما مؤبدا لا يقبل النقضة بل من الممكن أن تنتقض الشهادتان باطنا وظاهرا أو ظاهرا فقط أو باطنا فقط وأحكامنا البشرية إنما تناط بالظاهر فقط فلا نكفر إلا من أظهر لنا ما يوجب التكفير وأما باطنه فيحاسبه عليه المطلع عليه سبحانه وتعالى وقد سبق أن دخول المرء في الإسلام يكون بالشهادتين فوجب أن لا يكون الحروج منه إلا بما به دخله أي بما ينقض الشهادتين وبما ينقض هما فقط وأما المخالفات الأخرى التي لا تنقض هما فهي المعاصي كبائر كانت أو صغائرة فلأنها لا دلالة فيها على نقض الشهادتين أجمع أهل السنة والجماعة على عدم التكفير بها وهذا أهم فارق بين أهل السنة والخوارج ومن شابههم في الموقف من المعاصي ومن دلالات نصوص الوعيد التي أوهمت التكفير والقروج من الملة فلما كانت تلك النصوص ذكرت معاصية لا تدل على نقض الشهادتين لم يختلف السلف في تأويلها وصرفها عن ظاهرها الدال على التكفير لأن قاعدة الشرع في التكفير وحصره لها في ناقض الشهادتين فقد دون ما سواه كان أقوى بكثير من تلك الدلالات الظنية لتلك النصوص فوجب إرجاعها إليه وفهمها من خلاله وهذا يدل على عدم صحة أي دعوة بتكفير إلا ببيان علاقتها بنقض الشهادتين فإن ثبت نقض الشهادتين صح التكفير وإن لم يثبت بطل ذلك التكفير وهذا مما اتفق عليه السلف وأهل السنة وكان هذا هو عاصمهم الأكبر من فهم نصوص الوعيد كما فهمها الخوارج ومن شابههم وأما الفكر الخارجي فقد جاء إلى نصوص الوعيد فاترد في فهمه السطحي لظواهرها فلما وجد هذه الظواهر تصف بعض المعاصي بالكفر أو تتوعد مقترفها بما ظاهره عقوبة خاصة بالكفار بتخليده في النار أو تعلن البراءة منه ونحو ذلك وجعل هذا الفكر المعاصي كلها كفرا فكفروا بها جميعا أو بالكبائر منها خاصة إذا ما فهموا أن تلك الظواهر لا تذكر إلا الكبائر وحدها فالخوارج مضطردون في أسلوب فهمهم السطحي وفي البناء عليه ولذلك رفضوا التفريق بين المتشابهات حسب ظنهم وهي المعاصي مطلقا أو الكبائر منها خاصة فاستنبطوا من ذلك الفهم السطحي قاعدتهم الشهيرة في التكفير بالمعاصي وبعض المنتسبين للسنة يقع في هذا الفهم السطحي مرات وينجو منه مرات فيتناقض أسلوب فهمه لنصوص الوعيد فلا هو كفر بالمعاصي مطلقا كالخوارج ولا هو مضطرد في إرجاع نصوص الوعيد إلى ضابط التكفير المرتبط بعلاقة الذنب بنقض دلالة الشهادتين فتجده لذلك يكفر بذنب مرة ولا يكفر بذنوب أخرى وردت في نصوص الوعيد فلم ينج نجاة مطلقة من الفهم السطحي لنصوص الوعيد ولا سقط سقوط الخوارج في الاضطراض المذموم الذي كانوا عليه والظاهر أنه لا يمنع هؤلاء المنتسبين للسنة من السقوط في اضطراض الخوارج إلا علمهم بأن هذا للطراض إنما هو منهج فرقة الخوارج الذين خالفوا السلفة والذين صحت في حكاية ضلالهم والتحذير منهم النصوص نفسها وربما حماهم من التكفير ببعض الذنوب الواردة في بعض نصوص الوعيد نصوص أخرى تدل على عذب الكفر أو نقول خاصة عن بعض السلف تدل على عدم التكفير فالذي حماهم من موافقة الخوارج ليس هو فقههم العميق لباب التكفير ولا هو علمهم بمآخذه الصحيحة وإنما حماهم النقل الذي هم به أحفا من الفقه وعصمهم الأثر الذي هم بحفظه أقوم من تفقههم بالأثر ومع بركة هذا التمسك بالنصوص لكن التمسك بفقهها أعظم بركة وأعصم من الزلل ولذلك تجد أصحاب هذا المنهج المضطرب يوافقون الحق مرات ويخالفونه في غيرها لأنهم لم يدرقوا قاعدة التكفير ولا كيف سار السلف في فهم نصوص الوعيد بناء على إدراكها واكتفوا بالنقل والذي كان قد أفاده معتقاد ضلال الخوارج أيضا فمنعهم من موافقتهم في تقريرهم كله ومن صور الخطأ في التعامل مع النصوص أيضا التي وقع فيها الخوارج وتسربت إلى بعض المتسننة هو حمل النصوص الواردة في الكفار على المسلمين كما نبه على ذلك الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حيث قال عن الخوارج فيما قد صح عنه إنه منطلق إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين ومعنى ومعنى كلام ابن عمر رضي الله عنهما أن الآية التي نزلت في بيان أعمال الكفار التي تدل على كفرهم لا يصح تعميم ظاهرها على المسلمين بلا إدراك لمناط كفر الكفار بها بلا إدراك لمناط كفر الكافر بها فعندما يقع العمل الكفري من الكافر الأصلي الذي لم يشهد الشهادتين لا يكون في حمله على الكفر مانع يمنع منه بل ربما كان كفره دالا على المعنى الكفري الذي انطلق منه عمله وهذا بخلاف المسلمين من أهل الشهادتين في كلا الأمرين من وجود مانع التكفير فيهم وهو يقين إسلامهم ومن اختلاف منطلق العمل ومن اختلاف منطلق العمل من منطلق كفري عند الكافر دل عليه كفره إلى منطلق غير كفري عند المسلم دل عليه إسلامه فعندما كان يطوف مشرك العرب بالكعبة وكانت محاطة بالأوثان وفي داخلها بعض أصنامهم سيكون هذا الطواف طوافا شركيا لأن الطائفين مشركون أصلا سواء قصدوا بالطواف تشريك أصنامهم بالتعبد وهو مقتضى شركهم أو لم يقصدوا ذلك فلو قال قائل عنهم اتخذوا من طوافهم بالكعبة شركا صح هذا القول لكن هذا القول الذي أريد به المشركون لا يصح أن يطلق على المسلمين حتى لو فعلوا فعلهم وقد كان المسلمون يطوفون بالكعبة قبل فتح مكة ويستقبلون ها في الصلاة مع وجود تلك الأوثان حول الكعبة وفيها قبل إزالتها يوم الفتح فلم يكن هناك من شك في أن المسلمين يعلنون بذلك الطواف والتوجه أنقى شعائر التوحيد فلم يكن هناك من شك في أن المسلمين يعلنون بذلك الطواف والتوجه أنقى شعائر فطوافهم واستقبالهم وسجودهم تجاه الكعبة مع وجود الأصنام كان توحيدا لأنهم من أهل التوحيد وعندما قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنسل الله فأولئك هم الكافرون فحملها جماعة من السلف على أنها وردت في اليهود كما سيأتي التنويه عليه فمقصودهم أن تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله إنما ورد في الآية لأن الآية تصف حال من كان حكمه بغير ما أنزل الله ناشئا عن عقيدة كفرية كرفضه شريعة الله كما كان حكم اليهود بغير ما أنزل الله ناشئا عن تحريفهم التوراة رفضا منهم لحكم الله تعالى ولم يكن معنى الآية أن كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر ولو كان مقرا بالشهادتين وسيأتي بإذن الله ما يبين موقف السلف والعلماء من هذه الآية وكيف أبوا حمل إطلاقها على المسلمين مع تفسير الكفر فيها بالكفر المخرج من الملة مما يبين غلط من حمل نصوصا وردت في الكفار على المسلمين دون أن يراعي اختلاف حال المسلم من وجود ما يمنع من تنزيل نص الآية عليه إلا إن تحقق فيه مناط كفر الكافر نفسه لا ظاهر عمله فقط عمله الذي لم يكن وحده هو سبب كفر الكافر فإذا عدنا إلى نواقض الشهادتين وإلى محاولة التمعن في أحوالها سيتبين أنها تنقسم قسمين مختلفين الأول ناقض الدلالة اللغوية للشهادتين مناقضة تكذب لفظ الشهادة بها تكذيبا يقينيا فهو ناقض يسلب الشهادتين دلالتها اللغوية الصريحة ويجعلها بلا معناها والثاني ناقض للشهادتين لكنه لا يقطع بالنقد لورود الاحتمال إليه ولكل قسم من هذين القسمين أحكام وتفاصيل تخصه وهذا ما سأبينه في الصفاحات التالية فالقسم الأول من نواقض الشهادتين هو ناقض الدلالة اللغوية للشهادتين مناقضة تكذب لفظ الشهادة بها تكذيبا يقينيا لا يمكن فيها إلا إرادة النقد كتلبية مشرك العربي لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك فهذا الناقض لا عذر فيه بالجهل ولا بالتأول وصاحبه يكون كافرا بمجرد الوقوع فيه وناقض الدلالة اللغوية لشهادة أن لا إله إلا الله هو من اعتقد وجود إله مع الله وهو الشرك المنافي للتوحيد ويثبت ذلك بالقول الصريح كتلبية مشرك العربي أو بتعظيم مخلوق على وجه صرف شيء من خصائص الربوبية له وهذا الفعل العبادة كفر ولا شك ولا شك ولا يدل عليه عندنا إلا القول الصريح سواء جاء التصريح ابتداء دون سبق استفصال يدل يقينا على الشرك الصريح كما سبق في تلبية المشركين أو جاء التصريح بعد استفصال المعظم لغير الله بأحد مظاهر العبادة فأجاب عن نيته وقصده بما يبين أن شركه في الربوبية كان هو ما قاده إلى الشرك في العبادة أما صرف التعظيم الذي ظاهره أنه عبادة لا يجوز صرف ظاهرها لغير الله على غير وجه صرف شيء من خصائص الربوبية فهو محرم ومنكر وذريعة للشرك لكنه ليس شركا ما دام قد صدر ممن شهد الشهادتين ممن شهد الشهادتين لا على وجه صرف شيء من خصائص الربوبية لغير الله اثنان أو أنكر الألوهية بالإلحاد ثلاثة أو اعتقد إلها غير الله فنفى ألوهية الله كالبوديين والهندوس نفيا مباشرا كأن يقول عن ربنا عز وجل ليس هو بإله أو نفيا غير مباشر لكنه يقطع بعدم إيمانه بألوهيته تعالى من خلال أحد الأمور الثلاثة التالية بعدم تصديق خبر الإله مع العلم أنه خبره فما آمن عبد برب إذا كان يكذبه أو باعتقاد عدم وجوب طاعته فما آمن برب من لم ير له حق الطاعة كإبليس أو بعدم إجلاله تعالى إجلال الرب حبا ورجاء وخوفا ولو في أقل درجات هذا الإجلال المختص بالرب فما آمن برب من لم يجله ويعظمه بما توجبه ربوبيته من كمال صفاته الكمال المطلق ومن كونه الخالق المالك المدبر وحده لا شريك له فإن جهل من ربه ما يجعله ربا فما عرفه ولو سماه ربا وإن لم يجله إجلال الرب مع علمه بصفات ربوبيته فقد كفر بالاستكبارك إبليسا وناقض الدلالة اللغوية لشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد عدم اليقين بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فلا شهادة بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بيقين أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشد درجات عدم اليقين بالصدق هي التكذيب لأن التصديق هو أول معاني هذه الشهادة اثنان اعتقاد عدم وجوب الطاعة لأنه ما صدقه من رفض أمرا يخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو أمر الله الذي أمر ببلاغه إليه ثلاثة بغضه صلى الله عليه وسلم أو نزول إجلاله عن أول درجات الإجلال الذي يجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن البغض لا يجتمع واعتقاد اصطفاء الله له ولا مع اعتقاد أنه عليه السلاة والسلام هو هادينا إلى ما فيه خيرنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة ولأن عدم إجلاله إجلال الرسول المصطفى وفينافع اعتقاد اصطفاء الله تعالى له لحمل النبوة والرسالة ويعارض الإيمان بكونه قدوة لاتباع وأسوتنا في الفهم عن الله تعالى وحيه وهدايته وهذا القسم الأول لا يستلزم التكفير به إلا التأكد من قيامه بالمعين بطريق جعله الشرع يقينا من طرق الإثبات ولا عذر في هذا القسم بجهل أو تأول ولذلك لا يستوجب إقامة حجة ولذلك كفرنا المعرض بالكلية عن الإيمان وكفرنا المعاند الذي تبين الحق بيانا يقينيا وأصر على الكفر ولم نشترد فيهم التكذيب للحكم بكفرهما ولذلك كفرنا أيضا من ثبت عنه السب لله تعالى على وجه الانتقاص من حق الألوهية فالشاتم أنكر بشتمه الإله المستوجب للتعظيم حين شتمه لأن هذا السب يعارض إثبات صفات الربوبية التي لا يمكن تصور الرب إلا متصفا بها ولذلك كفرنا أيضا من شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو تنقصه بما يدل على التكذيب أو البغض أو انعدام أو لدرجات القضل الواجب من الإجلال والتعظيم الذين يجبان لإثبات صحة الإيمان بشهادة أن محمدا رسول الله ولذلك أيضا كفرنا من شتم الإسلام لأن هذا الانتقاص يعارض اعتقاد وجوب الطاعة بل أشد تعارضا إذ كيف يعتقد وجوب طاعة أحكام دين يعتقد حقارته ودناءته الداعيته للسب والشتم ولذلك أيضا كفرنا من تعمد إهانة المصحف إهانة تدل دلالة قطعية على عدم التصديق به أو على عدم تعظيم من أنزله تبارك وتعالى التعظيم الذي يستحقه الرب وكذلك كفرنا من اعتقد ضياع الدين وعدم حفظه حتى لم يبق منهما يصحح التدين به لأن ذلك يعني أنه يعتقد عدم إمكان اتباعه وعدم إمكان الإيمان به ومن اعتقد تحريف القرآن وأن تحريفه قد أضاع الدين الضياع الذي لا يصحح التدين به ولا بد من هذا القيد فقد نقض باعتقاده هذا دلالة الشهادتين بعدم اعتقده وجوب الطاعة أيضا وصار كيهودي أو نصراني أقر بالشهادتين لكنه نقضها بكونه لا يرى نفسه ملزما باتباع شريعة الإسلام معتقدا عدم وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أما من اعتقد نقصا أو زيادة في المصحف واعتقاد النقص والزيادة هما حقيقة التحريف ولكنه اعتقد أنهما نقص وزيادة لا يستلزمان عنده ضياع الدين فتكفيره ليس من هذا القسم وإنما من القسم الآتي وهذا التحريف الذي لا يكون من هذا القسم هو كحكم اعتقاد البسملة من القرآن عند من لم يعتبرها منه والعكس كذلك ومن كان يحك المعوذتين اعتقادا أنها ليست من المصحف ومن أدخل في المصحف سورتي الحفد والخلع وهي دعاء القنوتي لعدم علمه بنسخ تلاوتهما ومن أنكر قراءة متواترة أما القسم الثاني من نواقج الشهادتين فهو كل ما ينقض الدلالة اللغوية للشهادتين باللوازم والمآلات التي يتصور تخلف الالتزام بها ولو بضعف فيحتمل عقلا عدم الالتزام بها ولو على بعد لا يصل حد الاستحالة لكنه يمنع يقين الالتزام بها ويكون الجهل البسيط أو المركب هو سبب الوقوع فيها فلا يصح التكفير بهذا القسم من النواقض إلا بعد اليقين بأن المعين ملتزم باللازم الناقض للدلالة اللغوية للشهادتين وأما ظنيات الشريعة فلا مدخل لها في التكفير إلا إذا تيقنا من أن من أنكرها إنما فعل ذلك مع اعتقاد ثبوتها لا على وجه عدم ثبوتها عنده فيكون حينئذن الاعتقاد الكفري هو مناط تكفيره كاعتقاد بطلان الإسلام أو العناد والاستكبار كعناد إبليس واستكباره أو باعتقاد بطلان حكم الله تعالى أو السخرية بالشريعة لكن هذا الاعتقاد الكفري لا يعرب عنه مجرد إنكار الظني وإنما يعرب عنه ما يغني عن إنكار الظني وهو ما يدل على الكفر الصريح بأحد مكفرات القسم الأول وأدلة الإعذار بالجهل أدلة قطعية في الشرع نقليها وعقليها فمن أدلته واحد أن في عدم الإعذار به تكليفا بما لا يستطاع وهذا ينافي قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأي تكليف بما يفوق الوسع أكثر من تكليف الجاهل بما يجهل التكليف به وهو ينافي أيضا قوله تعالى في الحديث القدسي قد فعلت استجابة لدعاء المؤمنين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به إذ أي تكليف لك بما لا تطيق أوضح وأشد من تكليفك بما لا تعرف أنك مكلف به أصلا إثنان اشتراك تمام العقل للتكليف ورفع القلم عن الصغير والمجنون يدل على أن مناق التكليف إدراك التكليف وأي فرق بين المجنون والصغير والجاهل في عدم إدراك ثلاثتهم التكليف وعدم معرفتهم به أو بمعناه ثلاثة الإعذار بالإكراه حتى في الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وهو إعذار يقوم على عدم مؤاخذة مسلوب الإرادة ولو كان مسلوب الإرادة بظاهر ما يبدي فقط وأي سلب للإرادة أكثر من جاهل بما يراد منه وبما يجب عليه فهو مسلوب الإرادة ظاهرا وباطنا لا يعرف ما هو المراد أصلا أربعة المؤاخذة بما يجهل العبد تنافي العدل الإلهية ولذلك قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال تعالى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أننا أجلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزا وقال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسول منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون وقال تعالى وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم التذير فذوقوا فما للظالمين من تصير وقال تعالى وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين وقال تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلون عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وقال تعالى وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين وفي الصحيحين من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين قمسة عدم الاكتفاء بإرسال الرسل صلى الله عليه وسلم بل لقد أيدهم الله تعالى بالآيات والدلائل من معجزات وغيرها التي تقطع بصدقهم وهذا إنما كان لرفع العذر بالجهل بعدم تبين النبي الصادق من المتنبئ الكاذب قال تعالى مبينا إرساله رسله بالدلائل الدالة على صدقهم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصد وقال تعالى وقال الذين في الدار من خزنة جهنم دعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تكتأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وقال تعالى وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وقال صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر أي ليس نبي إلا وقد أعطاه الله تعالى من الدلائل والآيات والمعجزات ما كان كافيا لإيمان كل من شاهده من البشر جميعهم ويقيم عليهم الحجة بصدق نبوته حتم المؤاخذة على الخطأ والنسيان المنصوص عليه في كتاب الله تعالى إنما هو إعذار بالجهل وبعدم القصد والتعمد وقد جاء النص على الإعذار بهما في كتاب الله تعالى في قوله تعالى رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا وفي الحديث القدسي أن الله تعالى لما أنزل هذه الآية فقرأها الصحابة رضوان الله عليهم لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا قال الله تعالى قَدْ فَعَلْتُمْ فَلَمَّا قَرَأُوا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ فَعَلْتُمْ وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا إِلْتَ مَوْلَانَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ فَعَلْتُمْ وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِمْ مَا تَعَلْمَدَتْ كُنُوبُكُمْ سَبْعَةً أَنَّ التَّكْلِيفَ بِالْمَجْهُولِ إِلْزَامٌ بِالْآصَارِ وَالْأَغْلَالِ الَّتِي وَضَعَهَ اللَّهُ عَنَّا إِذْ أَيُّ إِصْرٍ أَغْلَضُ وَأَخْطَلُ مِنْ أَنْ تَكُونَ مُحَاسَبًا عَلَى مَا لَا تَعْلَمُ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ فَعَلْتُ إِسْتِجَابَةً لِدُعَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا وَقَالَ تَعَالَى الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّورَاتِ وَالْإِنْجِيلِ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّورَاتِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِتَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ وَيَضْهَرُ بِذَلِكَ وَبِمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنَ الْمُكَفِّرَاتِ الَّتِي لَا يُعْذَرُ فِيهَا بِالجَهْلِ أَنَّ الْجَهْلَ فِي هَذَا الْبَابِ لَهُ وَجْهَانِ فِي الْإِعْذَارِ واحد عذر لا يدخل في الإسلام لكنه قد ينجي من الدخول في النار كأهل الفترة وهو الجهل الذي يؤدي إلى معارضة الدلالة اللغوية الصريحة للشهادتين كما سبق أن بيناه هناك وبينا لماذا كان هذا العذر مانعا من الحكم بالإسلام مع إقرارنا أن له وجها في الإعذار اثنان عذر لا يخرج معه الجاهل من الإسلام وهو الجهل الذي يعتر المؤمن بحقيقة الشهادتين فيجعله يأتي ما لا ينقض الشهادتين إلا باللوازم والمآلات مع عدم التزام منه بتلك اللوازم والمآلات بسبب جهله بها أو بسبب تأويله الصارف عنها كما سيأتي بيانه وهذا هو الذي منع من تكفير من لم تقم عليه الحجة من أهل الشهادتين في كل مخالفة لقطعي لا تصل حد النقض الصريح للدلالة اللغوية للشهادتين مما ذكرته في القسم الأول من المكفرات وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق وقد تكون عنده ولم تثبت عنده أو لم يتمكن من فهمها وقد يكون قد عرضت له شبهات يعظوه الله بها فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأه فإن الله يغفر له خطأه كائنا من كان سواء كان في المسائل النظرية أو العملية هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام وما قسم المسائل إلى مسائلي أصول يكثر بإنكارها ومسائل فروع لا يكثر بإنكارها فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام وإنما هو مأقوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم وهو تفريق متناقض فإنه يقال لمن ثرق بين النوعين ما حد مسائل الأصول التي يكثر المخطئ فيها وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع فإن قال مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد ومسائل الفروع هي مسائل العمل قيل له فتنازع الناس في محمد صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أم لا وفي أن عثمان أفضل من علي أم علي أفضل وفي كثير من معاني القرآن وتصحيح بعض الأحاديث هي من المسائل لاعتقادية العلمية ولا كفر فيها بالاتفاق ووجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الفواحش والخمر هي مسائل عملية والمنكر لها يكفر بالاتفاق وإن قال الأصول هي المسائل القطعية قيل لا كثير من مسائل العمل قطعية وكثير من مسائل العلم ليست قطعية وكون المسألة قطعية أو ظنية هو من الأمور الإضافية وقد تكون المسألة عند رجل قطعية لظهور الدليل القاطع له كمن سمع النص من الرسول صلى الله عليه وسلم وتيقن مراده منه وعند رجل لا تكون ظنية فضلا عن أن تكون قطعية لعدم بلوغ النص إياه أو لعدم ثبوته عنده أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الذي قال لأهله إذا أنا ميت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني الله عذابا ما عذبه أحدا من العالمين فأمر الله الأرض برد ما أخذ منه والبحر برد ما أخذ منه وقال ما حملك على ما صنعت قال خشيتك يا ربي فغفار الله له فهذا شك في قدرة الله وفي المعادي بل ظن أنه لا يعود وأنه لا يقدر الله عليه إذا فعل ذلك وغفر الله له وإذ قد عرفنا قسمي المكفرات وما يعذر فيه بالجهل منها فيمنع الجهل إيقاع التكفير بالمعين وما لا يعذر فيه بالجهل فيكفر الواقع فيها ولو كان جاهلا بقي تقرير مناط الكفر في المكفرات من القسم الثاني وهو المبحث التالي مناطات التكفير سبق أن تكلمنا عن القسم الثاني من المكفرات وهو القسم الثاني من نواقض الشهادتين وأنها كل ما ينقض الدلالة اللغوية للشهادتين باللوازم والمآلات التي يتصور تخلف الالتزام بها ولو بضعف فيحتمل عقلا عدم الالتزام بها ويكون الجهل البسيط أو المركب هو سبب الوقوع فيها ولذلك قلنا هناك إنه لا يصح التكفير بهذا القسم من النواقض إلا بعد اليقين بأن المعين ملتزم باللازم الناقض للدلالة اللغوية للشهادتين وفي هذا المبحث سوف نبين مناطات التكفير بهذه المكفرات لكي لا تكون محاربتنا للتكفير مانعة من تكفير من يستحق التكفير ولا أن يكون تقريرنا التكفير سببا للتوسع فيه من غير تحرير مناطاته فبالبناء على مآخذ التكفير وعدمه المذكورة سابقا من أن كل من دخل في الإسلام بيقين لم يخرج منه إلا بيقين ومن أن يقين الدخول في الإسلام يكون بالشهادتين أو ما يقوم مقامهما ومن أن الجهل والتأول مانعان من إيقاع التكفير بهذه المكفرات على المعين لأنهما يولدان لاحتمال المانع من تيقن الإخراج من الإسلام فبعد تقرير هذه المنطلقات الثلاثة يمكن أن نلجى مطالب هذا المبحث ببيان مناطات التكفير بعدد من المكفرات التي عم التكفير بها بين المسلمين دون مراعاة مناطاتها وأعذارها المانعة من التكفير في كثير من الأحيان فبمراعاة تلك المنطلقات لا يمكن التكفير بإنكار معلوم من الدين بالضرورة إلا مع اليقين بأن المنكر يعرف كونها من الدين فيكون تكفيره بعد التيقن من معرفته كونها من الدين إما للتكذيب أو لاعتقاد عدم وجوب الطاعة عنادا أو إعراضا أو عدم يقين بالشهادتين كالشك لأنه لا معنى للإنكار في هذه الحالة إلا ذلك وهكذا يتبين لماذا كان إنكار معلوم من الدين بالضرورة مع المعرفة بكونه من الدين كفرا مخرجا من الملة لأنه ناقض دلالة الشهادتين والتين اشترطنا للخروج من حكمها أن يأتي من نتقى بها بناقض لها أما مطلق الإنكار لمعلوم من الدين بالضرورة فلا يجيز لنا تكفير من أنكره بمطلق إنكاره قبل إقامة الحجة إسماعا وإفهاما وإزالة الشبهة لإثبات كونه من الدين ولا بد من التيقن من أن حجتنا قد قامت على المنكر وأنه قد عرف أن ما قد أنكر كونه من الدين من الدين وذلك لأن العلم الضروري قد يختلف من شخص لشخص ويختلف من زمن إلى زمن ومن بلد إلى بلد ومن بلد ومحيط إلى بلد ومحيط فلا إن وجد من أباح الخمرة أولا من الصحابة رضوان الله عليهم في زمن عمار بن الخطاب رضي الله عنه مع كون تحريمها معلوما من الدين بالضرورة ومنهم من أنكر المعوذتين لعدم علمه بقرآنيتها مع كون قرآنيتها أمرا معلوما من الدين بالضرورة والذين أنكروا وجوب الزكاة عليهم ممن قاتلهم أبو بكر مضي الله عنه لم يقاتلهم على الكفر كما يشيع بين بعض المذاهب اليوم وإنما قاتلهم لأنهم طائفة ممتنعة بشوكة بغاة على وجه السياسة الشرعية في حفظ معالم الدين وفي حفظ الأمة من التفكك والانحلال كما بين ذلك الإمام الشافعي وعدد من أئمة الإسلام كما سيأتي بيانه ذلك لأن من هؤلاء المنكرين قوما ما أنكروا الزكاة علما منهم بفرضيتها بل جهلا منهم فمنع جهلهم من تكفيرهم فلم يكفروا رغم كون الزكاة أحد أركان الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة وسيأتي زمان لن يعرف المسلمون فيه إلا الشهادتين فلا يعرفون صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج وتنجيهم مع ذلك كله الشهادتان فقط لعدم علمهم بهذه الأمور المعلومة من الدين بالضرورة عند عموم المسلمين اليوم فما بالكم بغير هذه الأمور مما يتصور تخلف العلم الضروري به لبعض الأشخاص جهلا بسيطا أو مركبا كما سبق بيانه كما أن بعض الناس قد يتوهم ما ليس بضروري ضروريا حتى ربما تناقضت دعاوى للطرار بين بعض العقلاء وفي مسائل إسماعيل بن سعيد الكسائي الشالنجي في عام 246 هجريا للإمام أحمد بن حنبل قال سألت أحمد عن الرجل يقول الزنا وشرب الخمر حلال جاهلا به فقيل له إنه حرام في كتاب الله تعالى فقال بل هو حلال ثم قيل له أيضا فقال هو حرام فقال إن كان مستثبتا لا يعتقد الكفر والجحود لا يكفر ولا تبين منهم رأته فهنا الإمام أحمد عذره بالجهل في أمرين من المعلومات ضرورة من الإسلام وهما تحريم الزنا والخمر بل علق الإمام أحمد التكفير بالجحود أو بالاعتقاد الكفري ولم يجعل مجرد إنكاره المعلوم ضرورة كفرا ما دام إنكاره ناشئا عن جهل إلا إن نشأ عن جحود بعد علم أو نشأ عن كفر وقال أبو محمد بن حزم توفي عام 456 هجريا ومما يبطل قول من كفر أهل التأويل وأهل الجهل أن الأمة مجمعة على أنه من بدل آية من كتاب الله تعالى متعمدا وهو عالم بأنها من القرآن فهو كافر بلا خلاف وإجماعهم على أن قارئا لو قرأها مبدلة وهو لا يعلم لكنه ظن أن ذلك اللفظ من القرآن فإنه ليس بكافر ولا فاسق فإذا فرق بين من أتى الشيء قاصدا إليه وبين من أتاه جاهلا به ولهذا ولغيره قلنا إنه لا يكفر أحد بتأويل ولا يكفر أحد إلا بجحت ما اجتمعت الأمة على أنه من عند الله عز وجل وبعد أن يبلغه ذلك الإجماع أو يصح عنده أما قبل أن يبلغه ذلك الإجماع أو يصح عنده فلا يكفر بجحده ولذلك لما أطلق الإمام القرافي القول بتكفير منكر المعلوم من الدين بالضرورة تعقبه ابن الشاط المالكي بقوله قلت هذا كفر إن كان جحده بعد علمه فيكون تكذيبا وإلا فهو جهل وذلك الجهل معصية لأنه مطلوب بإزالة مثل هذا الجهل على وجه الوجوب وكرر ابن الشاط هذا المعنى في موطن آخر متعلق بكفر إنكار المعلوم من الدين بالضرورة أيضا فقال ما قاله في ذلك صحيح إلا كونه اقتصار على اشتراط شهرة ذلك الأمر من الدين بل لا بد مع اشتهار ذلك من وصول ذلك إلى هذا الشخص وعلمه به فيكون إذاك مكذبا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم فيكون بذلك كافرا أما إذا لم يعلم ذلك الأمر وكان من معالم الدين المشتهرة فهو عاص بترك التسبب إلى علمه ليس بكافر بذلك وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية توفي عام 728 هجريا أيضا فإنه ذكر ما وقع من بعض الصحابة رضي الله عنهم وبعض أئمة السلف من إنكارهم أمورا معلومة من الدين بالضرورة ثم قال وهذا خطأ معلوم بالإجماع والنقل المتواتر ومع هذا فلما لم يكن قد تواتر النقل عنهم بذلك لم يكفروه وإن كان يكفر بذلك من قامت عليه الحجة بالنقل المتواتر وأيضا فإن الكتاب والسنة قد دلا على أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأسا ومن بلغته جملة دون بعض التفصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية قد حكى لاتفاق على عدم التكفير بذلك في فاتحة كلامه وهو اتفاق متيقن لا يشك فيه مسلم وأما حصر إعذار المنكر للمعلوم من الدين بالضرورة بمن نشأ ببادية بعيدة أو كان حديث عهد بإسلام فهو حصر لا يصبر إلا ممن لم يدرك مأخذ المسألة ولم يفقه أصلها الذي بنيت عليه ألا وهو العذر بالجهل لذات الجهل وهذا أول سبب لتخطيء هذا الحصر وهو أنه جعل أسباب الجهل منحصرة في سببين بلا دليل يدل على هذا الحصر ولا معنى يشهد له ولا مراعاة واقع مشاهد وثانيا لأن العذر إنما هو الجهل نفسه وليس هو سبب الجهل فكيفما وجد الجهل الحقيقي فهو سبب للإعذار بعدم التكفير فلا ينفع في هذا الباب تكثير أسباب الجهل بزيادة سبب أو عشرة وإنما النافع هو إقرار الإعذار بالجهل في هذا القسم الذي يدفع الجهل فيه التكفير والحكم به على المعين بغض النظر عن سببه بخلاف القسم الأول الذي لا ينفع الجهل للإعذار به فيه كما سبق وعدم المؤاخبة على جهل الأمر المجهول لا علاقة لها بالمؤاخبة على التقصير في التعلم عند التمكن منه وقيام الداعي للتعلم والذي قد يكون داعيا يقيم الحجة ويدفع العذر في ترك التعلم ولذلك فقد يستحق الجاهل العقوبة التعزيرية في الدنيا والعقوبة الأخروية على جهله في الظاهر لكنها ليست عقوبة الكافر ولا عقوبة عدم إعذار بجهله بل هي عقوبة على علمه في الحقيقة لأنه قصر وتعمد ترك ما كان يجب عليه القيام به فلم يكن يجهل جهله ولم يكن عاجزا عن التعلم ولا ممنوعا عنه بمانع يعذر به وقد وجد لديه الداعي الذي يوجب عليه التعلم الذي لا يبقي له عذرا بعدم السعي إليه فمحاسبته حينئذ على ترك التعلم محاسبة بما لا يعلم وليست محاسبة بما يعلم وليست بما يجهل فعدم إعذار الجاهل القادر على التعلم والمدفوع إليه في هذا القسم لا علاقة له بمحاسبته على ما يجهل حتى يكفر بتقصيره في التعلم وإنما هو عدم إعذار على ما علم من نفسه الجهل به وما علم من حاجته الماسة للتعلم للنجاة من عقوبة الله ومع ذلك أعرض عن ذلك كله لكنه إعراض تقصير ومعصية لا كفرا لأنه ما زال محققا للشهادتين لم ينقضهما ولأنه ما زال يجهل التلازم بين إنكار ما جهلا ونقض الشهادتين وما زال لا يعلم ما يوجب محاسبته على مآل معتقده أو قوله أو فعله وبغير هذا التقرير سيتناقض باب الإعذار بالجهل وسيكون الجهل عذرا مرة وليس بعذر مرة أخرى والواقع أن الجهل عذر مطلقا كما بيناه آنفا من بيان وجهي إعذاره بحسب نوع المجهول وقسمه وقد سبق نقل كلام ابن الشاط المالكي في عام 723 هجريا الذي يقرر فيه الإعذار بالجهل بعدم التكفير مع تقرير المؤاخذة على عدم التعلم والتأثيم بها وأنه يجب الفصل بين هذين الأمرين والتفريق بينهما وممن قرر هذا التقرير في مؤاخذة الجاهل على تقصيره في التعلم وأنها مؤاخذة على التقصير وليست مؤاخذة على الأمر الذي يجهله الذي يجهله ابن قيم الجوزية توفي عام 751 هجريا حيث قال فأما أهل البدع الموافقون لأهل الإسلام ولكنهم مخالفون في بعض الأثور كالرافضة والقدرية والجهمية وغلات المرجئة ونحوهم فهؤلاء أقسام أحدها الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له فهذا لا يكفر ولا يفسق ولا ترد شهادته إذا لم يكن قادرا على تعلم الهدى وحكمه حكم المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا القسم الثاني المتمكن من السؤال وطلب الهداية ومعرفة الحق ولكن يترك ذلك اشتغالا بدنياه ورياسته ولذته ومعاشه وغير ذلك فهذا مفرد مستحق للوعيد آثم بترك ما وجب عليه من تقوى الله بحسب استطاعته فهذا حكمه حكم أمثاله من تارك بعض الواجبات فإن غلب ما فيه من البدعة والهوى على ما فيه من السنة والهدى ردت شهادته وإن غلب ما فيه من السنة والهدى قبيلت شهادته القسم الثالث أن يسأل ويطلبه ويتبين له الهدى ويتركه تقليدا وتعصبا أو بغضا أو معاداة لأصحابه فهذا أقل درجاته أن يكون فاسقا وتكفيره محل اجتهاد وتفصيل وأما الاحتجاج بقتال أبي بكر رضي الله عنه للمرتدين وأنهم مانعوا الزكاة وأنه قد كفرهم بمجرد منعهم الزكاة رغم احتمال جهلهم لكون الزكاة من المعلومات من الدين بالضرورة فهو احتجاج واهن يخالف ما عليه عامة أهل العلم حيث إن قتال أبي بكر رضي الله عنه للمرتدين كان قتالين قتال ردة وهم من رجعوا إلى عبادة الأوثان أو اتبعوا المتنبئين الكذبة كمسيلمة الحنفي وسجاح التميمية وطليحة الأسدي والأسود العنسي مدعي الأوليهية في اليمن ولقيط بن مالك الأسدي في عمان ونحو هؤلاء ممن تركوا الإسلام جملة أو امتنعوا عن أداء الزكاة رفضا للردوخ لحكم الله تعالى أو تكذيبا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك مما ينافي أصل الإيمان وينقض الشهادتين نقضا متأيقنا وقيتال بوغات وهم من امتنعوا عن أداء الزكاة وقاتلوا على ذلك لا رفضا للردوخ لحكم الله تعالى ولا تكذيبا ولهم حالتان الأولى من امتنع عن أداء الزكاة للخليفة أبي بكر رضي الله عنه لا جحودا لوجوبها وإنما إباءا وأنفة من الأداء حيث نزلوها منزلة الجزية جهلا منهم الثانية من جحد وجوب الزكاة جهلا بوجوبها إذ كان كثير منهم أعرابا جهلة حديثي عهد بإسلام وهؤلاء جميعا بقسميهم من البغاة ليسوا كفارا وإنما هم مسلمون بغاة وقتالهم له أحكام قتال الطائفة المسلمة الممتنعة عن أداء الواجب بشوكة وقتال قال الإمام الشافعي سيلمة والعنسي وأصحابهم ومنهم قوم تمسكوا بالإسلام ومنعوا الصدقات فإن قال قائل ما دل على ذلك والعامة تقول لهم أهل الردة قال الشافعي فهو لسان عربي فالضدة الارتداد عما كانوا عليه بالكفر والارتداد بمنع الحق قال ومن رجع عن شيء جاز أن يقال ارتد عن كذا وقول عمر لأبي بكر أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله في قول أبي بكر هذا من حقها لو منعوني عناقا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه معرفة منهما معا بأن ممن قاتلوا معرفة منهما معا بأن ممن قاتلوا من هو على التمسك بالإيمان ولولا ذلك ما شك عمر في قتالهم ولقال أبو بكر قد تركوا لا إله إلا الله فصاروا مشركين وذلك بيّن في مقاطبتهم جيوش أبي بكر وأشعار من قال الشعر منهم ومقاطبتهم لأبي بكر بعد الإسار فقال شاعرهم ألا أصبحينا قبل نائرة الفجر لعلمنا يانا قريب وما ندري أطعنا رسول الله ما كان وسطنا فيا عجبا ما بال ملك أبي بكر فإن الذي يسألكم فإن الذي يسألكم فمنعتم لك التمر أو أحلى إليهم من التمر سنمنعهم ما كان فينا بقية كرام على العزاء في ساعة العسر وقالوا لأبي بكر بعد الإسار ما كفرنا بعد إيماننا ولكن شححنا على أموالنا إلى أن ختم الإمام الشافعي كلامه بقوله وفي هذا ما دل على أن مراجعة عمر ومراجعة أبي بكر معه في قتالهم على وجه النظر له وللمسلمين لألا يجتمع عليه حربهم مع حرب أهل الردة لا على التأثم من قتالهم وقال عبد الله بن وهب أخبرني بن سمعان أن من أدرك من السلف كانوا يقولون هما ردتان ردة كفر يستحل بها القتل والسبي وقطع المواريث وردة انتقاض شرائع الإسلام فقاتل عليها أهلها لا يحل سبيهم ولا أخذ أموالهم وهي سيرة أبي بكر الصديق وهي سيرة أبي بكر الصديق في من ارتد في زمانه والمقصود من هذا النقل هو بيان شهرة هذا التصور في ذلك الجيل وليس اعتمادا على ابن سمعان القاضي المدني المتهم بالكذب وقال الإمام الخطابي توفي عام ثلاثمائة وثمانية وثمانين هجريا ومما يجب تقديمه في هذا أن يعلم أن أهل الردة كانوا صنفين صنف منهم ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعادوا إلى الكفر وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله وكفر من كفر من العرب وهذه الفرقة طائفتان إحداهما أصحاب موسيلمة من بني حنيفة وغيرهم الذين صدقوه على دعواه في النبوة وأصحاب الأسود العنسي ومن كان من مستجيبيه من أهل اليمن وغيرهم وهذه الفرقة بأسرها منكرة لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم مدعية النبوة لغيره فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه حتى قتل اللهم سيلمة باليمامة والعنسية بصنعاء وانفضت جموعهم وهلك أكثرهم والطائفة الأخرى ارتدوا عن الدين والطائفة الأخرى ارتدوا عن الدين وأنكروا الشرائع وتركوا الصلاة والزكاة إلى غيرهما من جماع أمر الدين وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية فلم يكن يسجد لله سبحانه وتعالى على بسيط الأرض إلا في ثلاثة مساجدة مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد عبد القيس بالبحرين في قرية يقال لها جوافا إلى أن قالها والصنف الآخر هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام وهؤلاء على الحقيقة أهل بغين وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان خصوصا لدخولهم في غمار أهل الردة فأغضيف الاسم في الجملة إلى الردة إذ كانت أعظم الأمرين وأهمهما وأرذخ مبدأ قتال أهل البغي بأيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذ كانوا منفردين في زمانه لم يختلطوا بأهل شرك وفي ذلك دليل على تصويب رأي علي رضي الله عنه في قتال أهل البغي وأنه إجماع من الصحابة كلهم وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعها إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي وقبضوا على أيديهم في ذلك كبني يربوع فإنهم قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر رضي الله عنه فمنعهم مالك بن نويرة عن ذلك وفرقها فيهم إلى أن قال الخطابي قلت وفي أمر هؤلاء عرض الخلاف ووقعت الشبهة لعمر رضي الله عنه فراجع أبا بكر رضي الله عنه وناظره واحتج عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم نفسه وماله وكان هذا من عمار رضي الله عنه تعلقا بظاهر الكلام قبل أن ينظر في آخره ويتأمل شرائطه فقال له أبو بكر رضي الله عنه إن الزكاة حق المال يرد أن القضية التي قد تضمنت عصمة دم ومال معلقة بإيفاء شرائطها والحكم المعلق بشرطين لا يجيب بأحدهما والآخر معدوم ثم قايسه بالصلاة ورد الزكاة إليها فكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعا من رأي الصحابة ولذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه فاجتمع في هذه القضية الاحتجاج من عمر بالعموم ومن أبي بكر بالقياس ودل ذلك على أن العموم يخص بالقياس وأن جميع ما يتضمنه الخطاب الوالد في الحكم الواحد من شرط واستثناء مراعى فيه ومعتبر صحته به فلما استقر عمر رضي الله عنه صحة رأي أبي بكر رضي الله عنه وبان له صوابه تابعه على قتال القوم وهو معنى قوله فلما رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر عرفت أنه الحق يشير إلى انشراح صدره بالحجة التي أدلى بها والبرهان الذي أقامه نصا ودلالة ثم ذكر الخطابي كلاما للرافضة فقال في الجواب عليهم وقد بينا أن أهل الردة كانوا أصنافا منهم من ارتد عن الملة ودعا إلى نبوة مسيلمات وغيره ومنهم من ترك الصلاة والزكاة وأنكر الشرائع كلها وهؤلاء الذين سماهم الصحابة كفارا ولذلك رأى أبو بكر سبي ذراريهم وساعده على ذلك أكثر الصحابة واستولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه جارية سبي بني حنيفة فولدت له محمد بن علي الذي يدعى ابن الحنفية ثم لم ينقض عصر الصحابة حتى أجمعوا على أن المرتد لا يسبا فأما مانع الزكاة منهم المقيمون على أصل الدين فإنهم أهل بغي ولم يسموا على الانفراد عنهم كفارا ولم يسموا على الانفراد عنهم كفارا وإن كانت الردة قد أضيفت إليهم لمشاركتهم المرتدين في منع بعض ما منعوه من حقوق الدين وذلك أن الردة اسم لغوي وكل من صرف عن أمر كان مقبلا إليه فقد ارتد عنه وقد وجد من هؤلاء القوم لانصراف عن الطاعة ومنع الحق فانقطع عنهم اسم الثناء والمتح بالدين وعليق بهم وعليق بهم الاسم القبيح لمشاركتهم القوم الذين كان ارتدادهم حقا ولزوم الاسم إياهم صدقا وقال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني توفي عام 478 هجلي شارحا مختصر المزني ولقد كان الذين سموا أهل الردة قسمين قسم كفروا بالله عز وجل بعد إيمانهم مثل طليحة والعنسي ومسيلمة وأصحابهم وقسم ارتدوا عما لزمهم من حق أداء الزكاة والردة لفظة عربية وأطلقها المتقدمون على مانع الزكاة ثم الذين منعوا الزكاة ما كانوا خارجين عن الإيمان وقاتلهم أبو بكر وقال ابن الأثير توفي عام 606 هجلي فلما كفر من كفر من العربي مثل من اتبع مسيلمة والأسود العنسية وغير هؤلاء ممن ركب هواه وعاد في حافرته ورجع إلى جاهليته وشقوا عصى الإسلام وأظهروا الكفر الصراح وكان ممن خالف الجماعة منهم طائفة منع الزكاة فإنهم أقروا بشرائع الإسلام وأحكامه وأنكروا الزكاة ومنهم من أقر بالزكاة إلا أنهم تنع من أدائها إلى الإمام خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء فلا يخلوا أمرهم من إحدى حالين إما أن يكونوا كفاراً لإنكارهم وجوب الزكاة بتكذيبهم نص القرآن والسنة وإما أهل بغي بامتناعهم من أدائها إلى الإمام وإنما لم يسموا يومئذ أهل بغي لأن نسمر ضدة جماعهم وغيرهم فإن أكثر العراب بعد النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا وكفروا وتركوا أحكام الإسلام رأساً حتى إنه لم يبقى موضع يصلى فيه إلا ثلاثة مساجدة مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد عبد القيس بالبحرين في قرية يقال لها جواثاً فلما شملت الردة وكانت هذه الطائفة مخالفة شاقة للعصى انتظامهم وإياهم في اسم الردة وقال ابن قيم الجوزية سوفي عام سبع مائة بن واحد من وخمسين هجرياً وكذلك قد قيل في مانع الزكاة أنهم على ضربين منهم من حكم بكفره وهم من آمن بمسيلمة وطليحة والعنسي ومنهم من لم يحكم بكفره وهم من لم يؤمنوا بهم لكن منعوا الزكاة وتأولوا أنها كانت واجبة عليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عليهم وكانت صلاته سكناً لهم قالوا وليس صلاة ابن أبي قحافة سكناً لنا فلم يحكم بكفرهم لأنه لم يكن قد انتشرت أحكام الإسلام وللإمام أحمد روايتان تبينان تصوره لقتال أبي بكر رضي الله عنه للمرتدين رواية أطلق فيها القول بكفر مانع الزكاة ورواية قيد فيها التكفير بمن قاتل على منعها وكأنه في هذه الرواية جعل القتال دليلاً على العناد والجحود واعتبار القتال على المنع دليلاً على كفر مانع الزكاة وإن كان استدلالاً خطأاً لأن القتال لا يقطع من قد الشهادتين لكنه يبين من وجه آخر أن مجرد منع الزكاة بخلاً وتهاوناً عند الإمام أحمد ليس بكفر رغم أنها إحدى مباني الإسلام وأركانه الخمسة والذي قرره الموفق ابن قدامة توفي عام 620 هجرياً هو ما كان عليه عامة الفقهاء ومخالف للذوايتين كلتيهما عن الإمام أحمد أو هو تأويل منه لهما بما يوافق ما عليه عموم الفقهاء فقد قرر أن قتال أبي بكر لمانع الزكاة لم يكن قتال تكفير لهم وناق شبن قدامة أدلة من ادعى أنه قتال تكفير وردها دليلاً دليلاً فلابد من الحذر من أن تأخذان العجلة أو الغيرة غير المنضبطة أو الغدب أو الغضب للرأي أو الطائفة فنجزم بعناد واستكبار المنكر المخالف إلا بعد أن يكون عناده كالشمس وضوحاً وفي مثل هذا الموطن يصح التذكير بقول القائل الخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم أو من دم مسلم وكل قطعيات الدين تدخل في هذا الحكم لا يكفر منكرها إلا إذا عاد إنكاره صراحة إلى نقض دلالة الشهادتين نقضاً يقينياً وهذا لا يتمت اليقين به إلا إذا علمنا يقيناً أن هذا المنكر عارف بصحة نسبة ما أنكره إلى الشرع ولمنطلقات التكفير وعدمه أيضاً لا نكفر كل من استحل محرماً مجزوماً بحرمته أو حرماً مباحاً مقطوعاً بحله إلا إن ظهر يقيناً أن استحلاله أو تحريمه يقوم على التكذيب أو اعتقاد عدم وجوب الطاعة بالعناد والاستكبار أو بالإعراض أو بعدم يقين بالشهادتين ولذلك لما سأل حنبل بن أسحاق الإمام أحمد عمن شريب الخمر مستحلاً لها فقال الإمام أحمد المستحل لحرمة الله إذا كان مقيماً من عليها باستحلال لها غير متأول لذلك ولا نازع عنه رأيت استتابته فيها فإن تاب ونزع عن ذلك ورجع تركته وإلا فأقتل مثل الخمر بعينها والزنا وما أشبه هذا فإذا كان الرجل على شيء من هذا على جهالة للاستحلال ولا راداً لكتاب الله تعالى فإن الحد يقام عليه إذا غشي منها شيئاً وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحليم ما أحل الله يكونون على وجهين أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعاً لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركاً وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركاً مثل هؤلاء والثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتاً لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصل التي يعتقد أنها معاصل فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب وهكذا أناط شيخ الإسلام ابن تيمية التكفير باعتقاد الحل والحرمة اعتقاداً قلبياً مع علم المستحل والمحرم بمخالفة اعتقاده دين الله تعالى ولما أخذ التكفير وعدمه أيضاً لا يكفر من ترك الصلاة تهاوناً وكسلاً لأن تارك الصلاة للتهاون والكسل مع عظيم جلمه لم ينقض دلالة الشهادتين بخلاف من تركها جهوداً عناداً أو إعراضاً أو عدم يقين بالشهادتين فهذا هو الذي يكفر لتركها ويفصل هذا التفصيل إمام السنة من التابعين محمد بن شهاب الزهري توفي عام مئة وخمسة وعشرين هجرياً حيث سئل عن الرجل يترك الصلاة فقال إن كان إنما يتركها أنه يبتغي ديناً غير الإسلام وفي رواية ابتدع ديناً غير دين الإسلام قتل وإن كان إنما هو فاسق من الفساق ضريب ضرباً شديداً أو سجناً وهكذا لا يجعل الإمام الزهري مناط التكفير بترك الصلاة هو مجرد الترك وإنما يجعله لاعتقاد الكفري الداعي لتركها وأما الاحتجاج بضواهر النصوص التي أطلقت الكفر على تارك الصلاة فمع إغفال هذا الاحتجاج لضواهر نصوص أخرى تعارضها ومع عدم الالتفات إلى المعنى الذي يثبت عدم نقض ترك الصلاة تهاوناً للشهادتين فهو من قبيل خطأ من أخطأ في تنزيل الكفر الوارد في النصوص مطلقاً على الكفر المخرج من الملة ولو كان المقصود به فيها الكفر الذي لا يخرج من الملة وكل محاولات إثبات علاقة ترك الصلاة تهاوناً بنقض الشهادتين محاولات ترجع إلى فهم النص فهي ترجع إلى الاحتجاج بمحل النزاع ولا يصح الاحتجاج بمحل النزاع والاستدلال بموضع الاختلاف حيث يزعم أصحاب هذا الرأي أن النص الذي ورد فيه تكفير تارك الصلاة هو نفسه قد دلنا على كون تاركها قد نقض الشهادتين بطريقة غيبية لا نعلمها وهذا احتجاج ظاهر الرد والضعف حيث يرجع إلى الدعاء دعوى لا ذكرها النص ولا دل عليها معناه ولم يرجع إلى إثبات المعنى المعقول الذي يبين كيف يتنقض ترك الصلاة تهاوناً للشهادتين وإنما زعم أصحابه أمراً غير معقول المعنى نسبوه للنص بناء على المذهب المستقر في نفوسهم على مذهب من يقول اعتقد ثم استدل ويقطع بالمقصود بالكفر والشرك في المصوص التي يحتج بها المكفرون بترك الصلاة إجماعاً أمة على أن تارك الصلاة يورث ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين فهذا الإمام عبد الله بن المبارك في عام 181 هجرياً وهو ممن نقل عنه تكفير تارك الصلاة بمجرد الترك مع ذلك لما قيل له أيتوارثان إن مات أو إن طلقها يقع طلاقه عليها فقال أما في القياس فلا الطلاق ولا ميراثة ولكن أجبنه فلو كان تارك الصلاة عند ابن المبارك كافراً خارجاً من الملة لماذا جبن عن إجراء أحكام الكفار عليه في الطلاق والميراث ولذلك لما ذهب عبد الملك ابن حبيب تفع عام 238 هجرياً من المالكية إلى كفر تارك الفرائض صلاة أو زكاة إذا أمره السلطان فامتنع ولو كان حال امتناعه مقراً برجوبها غير جاحد فعقبه في ذلك ابن أبي زيد القيرواني في عام 388 هجرياً فقال وهذا الذي قال ابن حبيب في تكفير من أقر بفرض الزكاة أو الصوم وتركه عمداً أو تهاوناً حتى زال الوقت إنه كافر فقول انفرد به وقد أجمع الأمة أنهم يصلون عليه ويورثوا بالإسلام ويرثوا ويدفنوا مع المسلمين وما ذكر من الحديث فلم يذكر في الحديث في تارك الصلاة هل هو جحد أو تفريط ولا فسر الكفر وفي إجماعهم على توبته والصلاة عليه ما يدل على أنه لا يراد به الخروج من الإيمان كخروج المشرك بالله الجاحد له والله أعلم وهذا قول الخوارج إلا من قال لا أصلي فهذا قد رد ما دع الله إليه عناداً وهذا كقول أهل الردة لا نؤدي الزكاة ومن رد على الله أمره أو على رسوله رداً مجرداً هكذا فلم يجب إلى دعوته كما قال إبليس ومن رد على الله أمره أو على رسوله رداً مجرداً هكذا فلم يجب إلى دعوته كما قال إبليس لا أسجد فكان بذلك كافراً رجيماً وهو بخلاف من ترك ذلك تفريطاً وغرة ومعصية فأنت ترى أن ابن أبي زيد توفي عام 386 هجرياً ينقل الإجماع على أن تارك الصلاة تهاوناً بغير جحد يصلى عليه ويستدل بذلك على وقوع الإجماع على إسلامه وهذا إمام الحنابلة في المتأخرين ورأسهم وهو الموفق ابن قدامة توفي عام 620 هجرياً لما ذكر روايتين عن الإمام أحمد في كفر تارك الصلاة تهاوناً إذا عرض على السيف فأصر على الترك فنقل القول بقتله كفراً ونقل خلاف الزهري وأبي حنيفة في قتله حيث لم يرى قتله واكتفي بسجنه ثم قال والرواية الثانية يقتل حداً مع الحكم بإسلامه كالزان المحصن وهذا اختيار أبي عبد الله بن بطة وأنكر قول من قال إنه يكفر وذكر أن المذهب على هذا لم يجد في المذهب خلافاً فيه وهذا قول أكثر الفقهاء وقول أبي حنيفة ومالك والشافعي واستدل لهذا القول إلى أن قال ولأن ذلك إجماع المسلمين فإنا لا نعلم في عصر من الأعصار أحداً من تارك الصلاة ولو كان كافراً لثبتت هذه الأحكام ولا نعلم بين المسلمين خلافاً في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها ولو كان مرتداً لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام وأما الأحاديث المتقدمة فهي على سبيل التغليظ والتشبيه له بالكفار لا على الحقيقة فقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم خسوق وقتاله كفر وقوله صلى الله عليه وسلم كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق وقوله من قال لأخيه يا كافر فقد باء به بها أحدهما وقوله من أتى حائضاً أو امرأة في ذبورها فقد كفر بما أنزل على محمد قال ومن قال مطرنا بنوء الكواكب فهو كافر بالله مؤمن بالكواكب وقوله من حلف بغير الله فقد أشرك وقوله شارب الخمئي كعابد وثن وأشباه هذا مما أريد به التشديد في الوعيد وهو أصوب القولين والله أعلم ولهذا فإن النص الذي يحتجون به على كفر تارك الصلاة تهاوناً يمكن حمله على أحد معنيين بل يجب إرجاعه إليهما بل يجب إرجاعه إليهما أو إلى نحوهما ليتفق معناه مع أصول هذا الباب اليقينية المأخوذة من الأدلة الشرعية القطعية الأول أن من تركها جحوداً فهو الذي يكفر بالاتفاق كفراً مخرجاً من الملة على التقرير السابق الثاني أن من تركها تهاوناً فقد شابه الكفار في ترك شعار من شعارات الإسلام فإطلاق الكفر عليه حينئذ كإطلاقه على من شابههم في قتل المؤمنين وفي الطعن في الأنساب وفي النياحة وليس هذا التأويل ببدع على منهج السلف في فهم نصوص الوعيد التي يحتج بمثلها الخوارج بل هذا هو منهج السلف في فهم نصوص الوعيد حيث فهموا نصوص الوعيد من خلال إدراك عدم علاقتها بنقض الشهادتين ومن ثم تأولوها بناء على هذا الأصل القطعي وصرفوها عن ظواهرها التي بها كفر الخوارج المسلمين وأما تكفير من كفر الصحابة رضوان الله عليهم فلابد أن يرجع إلى معنى من معاني نقض الشهادتين كما قررناه وإلا فلا يصح إطلاق القول بتكفير من كفر آحد الصحابة أو عامتهم أفرأيت الخوارجة وقد كفروا عثمان وعليا رضي الله عنهما وكفروا كل من عاصر فتنتهم من الصحابة رضوان الله عليهم وفيهم المكثرون من الذوايتك أبي هريرة وأناس وابن عباس وابن عمر وابن عمر رضوان الله عليهم وفيهم من أمهات المهمنين عدد كعائشة وحفصة وأم سلامة وغيرهن رضي الله عنهن وكفروا المسلمين جميعا من التابعين وتابعيهم ممن لم يدخل في فئتهم ومع ذلك أجمع الصحابة على عدم كفر الخوارج رغم ما ترتب على ذلك من تركهم الاحتجاج بغالب السنة ولم يكفرهم عامة أئمة الإسلام وعدلوهم في دينهم وقبلوا شهاداتهم ورواياتهم ممن لم يأت منهم قادحا غير الخروج حتى لقد نفى الإمام الشافعي في الأم علمه بخلاف في ذلك منذ جيل الصحابة حتى عصره أنه محكوم بعدالة الخوارج في الدين رغم تكفيرهم لعموم الصحابة والتابعين والمسلمين إلى يوم الدين وموقف الصحابة وعلماء الأمة بعدهم من الخوارج رغم تكفيرهم عامة الصحابة موقف يحكم هذا الباب وكان يجب أن لا يتجرأ أحد على خلافهم فيه فلا يكفر مكفر أحد الصحابة أو غالبهم إلا إذا كان تكفيره لهم يرجع إلى نقض الشهادتين بوجوه متعددة منها أن يرجع إلى التكذيب لله وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم في الحكم لهم بالعدالة والفضل والشرف فمن كفر الصديق الأكبر أبا بكر رضي الله عنه ظاهر اعتقاده الكفر لأن ظاهره يعارض المعلوم من الدين بالضرورة من جليل قدر الصديق رضي الله عنه وعظيم تقدمه على كل الأمة ممن سواه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن ظاهره التكذيب للنصوص القاطعة بذلك ومع ذلك لا نكفره بمجرد هذا الظاهر لأننا نعرف طائفة من أهل الشهادتين لا يعرفون ما علمناه ضرورة بل يدعون العلم الضروري في نقيضه ولأنهم لا يعتقدون كذيب النصوص وإنما يتأولونها تأويلات باطلة فاسدة توجب علينا إنكار تلك التأويلات وردها بكل قوة حجة ووضوح مباينة لكن لا توجب التكفير مع قيامها في نفس المتأول ومع اعتقاده صحتها من غير عناد مقطوع به ولا استكبار متيقن فلا نكفر هذا المخالف بتكذيب قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبيه لا تحزن إن الله معنا إذا كان المخالف يتأول الآية تأويلا باطلا يعتقده وصحته في أن الآية نزلت في غير أبي بكر رضي الله عنه أو نازع في معناها نزاعا باطلا يعتقده وسلامته فزعم عدم إثباتها الشرف والفضل له رضي الله عنه إثنان أن يكون تكفيرهم رضوان الله عليهم قد ترتب عليه عند مكفره معتقاد ضياع الدين لأنه إذا كفرهم جميعا واعتقد أنهم قد ثرطوا أو تعمدوا بسبب كفرهم عدم نقل الدين وتعمدوا تحريفه التحريف المضيع لما به يصحه الإسلام فهذا قد حكم على نفسه بعدم الإسلام لأنه هو نفسه الذي لأنه هو نفسه يعتقد عدم وجود دين الإسلام ثلاثة أن يكون تكفيرهم على معنى تكفير الإسلام وعلى اعتقاد بطلان ملة الإسلام فهذا لا شك في كفره وهو أحد المعاني الصحيحة من قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما أن يكون تكفيرهم ردوان الله عليهم ناشئا عن بغض نصرتهم للإسلام وكراهية جهادهم في سبيل إعلاء كلمة الله وهذا لا يكون إلا ممن أبغض شريعة الله أو اعتقد بطلانها وهذا لا شك في كونه كفرا مخرجا من الملة ونحو ذلك من المعاني التي تدل على الكفر المخرج من الملة بنقض دلالة الشهادتين وأما التمسك بالظواهر فقد بينا أنه ليس هو المنهج السديد الذي كان عليه السلف وإن خالف فيه من خالف لأن هذا التمسك مع خطأ منهجه التفقهي فهو يصحفح مذهب الخوارج في التمسك بظواهر نصوص الوعيد والتي أطلقت وصف الكفر على ما لا يكفر به ومن هذه الظواهر ضعيفة الظهور الظاهر المستنبط من قوله تعالى عن الصحابة رضي الله عنهم يعجب الزراع ليغيظ به ملك فارا والذي حكي عن الإمام مالك أنه استدل به على كفر من اغتاظ من الصحابة رضي الله عنهم وهي جملة في كتاب الله تعالى لا يمكن أن تكون على ظاهر إطلاقها فقد تغيظ بعض الصحابة رضي الله عنهم على بعض حتى تجالدوا بالسيوف فلو كان هذا الإطلاق صحيحا ومرادا للزم من ذلك تكفير عامة الصحابة رضوان الله عليهم ممن وقع بينهم نزاع واختلاف وصل حد القتال بينهم ولذلك فقد فسرها غير واحد من العلماء إما على وجه الإخبار بأن الكفار كانوا يغتاظون من زيادة أعداد الصحابة ومن قوة دولتهم الناشئة كما ذهب إلى ذلك الطباري وابن عطية وغيرهما وهذا لا يدل على أن مطلق التغيظ يكون كفرا وإنما يدل على أن الكافر يزداد غيظا باستواء وقوة عود الصحابة ودولة الإسلام وفرق كبير بين أن يحكي الله واقع الكفار بالتغيظ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن يقول تعالى كل من تغيظ عليهم أو منهم فهو كافر والحاصل في الآية هو الأول الذي لا يدل على الثاني وإما أن يحمل التغيظ المكفر على التغيظ الذي يعود إلى أحد المعاني السابقة المقتضية نقض دلالة الشهادتين وليس مطلق التغيظ والموقف من هذه الآية كالموقف من عدد من النصوص مثلها وقد شرحها العلماء بنحو هذا الشرح وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق وقوله صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله ولذلك تعقب ابن حزم في الفصل ما فهم من هذه الآية من تكفير مطلق المتغيظ على الصحابة ورده أوضح رد وكذلك فعل غيره وأما مسألة تكفير من اعتقد أن في المصحف زيادة أو نقصا أي اعتقد وقوع تحريف فيه لكنه لم يعتقد ضياع الدين بهذا التحريف ولذلك فهو يدين لله تعالى بالإسلام وبهذا القرآن فلا شك في بطلان قوله وأنه قد خالف أمرا معلوما من الدين ضرورة ومع ذلك فإنه لا يكفر حتى نعلم يقينا أنه قد عرف أن القرآن مصون من الزيادة والنقصان فإن عرف ذلك ثم أصر على الدعاء الزيادة والنقص فسيكون مكذبا أو معاندا أو معرضا أو شاكا في دلالة الشهادتين فيكون كافرا لأنه بغير هذه القيود لا يكون قد نقض دلالة الشهادتين على ما بيناه سابقا عندما تحدثنا عن اختلاف الفقهاء في البسملة في أول السور هل هي من القرآن أم ليست من القرآن وعندما ذكرنا من كان يحق المعوذتين من الصحابة اعتقادا أنها ليست من المصحف ومن أدخل في المصحف سورتي الحفد والخلاع وهي دعاء قنوتي لعدم علمه بنسخ تلاوتهما ومن أنكر قراءة متواترة فكل هؤلاء لم يكفروا رغم اعتقادهم نقصا أو زيادة في القرآن لأنهم لم يلتزموا مع هذا الاعتقاد اعتقادا ينقض دلالة الشهادتين كما سبقا وسبق نقل كلام لأبي محمد بن بن حزم في عام 456 هجريا يبين فيه مناط التكفير بمخالفات معلوم من الدين بالضرورة وضرب مثلا له بتحريف آية من القرآن فهو نافع في هذا الموطن أيضا وهو قوله ومما يبطل قول من كفر أهل التأويل وأهل الجهل أن الأمة مجمعة على أنه من بدل آية من كتاب الله متعمدا وهو عالم بأنها من القرآن فهو كافر بلا خلاف وإجماعهم على أن قارئا لو قرأها مبدلة وهو لا يعلم لكنه ظن أن ذلك اللفظ من القرآن فإنه ليس بكافر ولا فاسق فإذا فرق بين من أتى الشيء قاصدا إليه وبين من أتاه جاهلا به ولهذا ولغيره قلنا إنه لا يكفر أحد بتأويل ولا يكفر أحد إلا بجحد مجتمعة الأمة على أنه من عند الله عز وجل وبعد أن يبلغه ذلك الإجماع أو يصح عنده أما قبل أن يبلغه ذلك الإجماع أو يصح عنده فلا يكفر بجحده وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بعض المسائل التي أخطأ فيها بعض الصحابة رضوان الله عليهم وبعض من أئمة السلف ومع ذلك لم يكفروا بل ما زالوا أئمة يقتدى بهم رغم يقين أخطائهم فمما ذكر في ذلك فمما ذكر في ذلك وله علاقة بتحرير مناط التكفير باعتقاد نقص أو زيادة في القرآن الكريم قوله وأيضا فإن السلف أخطأ كثير منهم في كثير من هذه المسائل واتفقوا على عدم التكفير بذلك وذكر أمثلة لذلك ثم قال وكان القاضي شريح ينكر قراءة من قرأ بل عجبت ويقول إن الله لا يعجب فبلغ ذلك إبراهيم النقعي فقال إنما شريح شاعر يعجبه علمه كان عبد الله أفقه منه فكان يقول بل عجبت فهذا قد أنكر قراءة ثابتة وأنكر صفات دل عليها الكتاب والسنة واتفقت الأمة على أنه إمام من الأئمة وكذلك بعض السلف أنكر بعضهم حروف القرآن مثل إنكار بعضهم قوله أفلم ييأس الذين آمنوا وقال إنما هي أولم يتبين الذين آمنوا وإنكار الآخر قراءة قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقال إنما هي ووصى ربك وبعضهم كان حذف المعوذتين وآخر يكتب سورة القنوط وهذا خطأ معلوم بالإجماع والنقل المتواتر ومع هذا فلما لم يكن قد تواتر النقل عندهم بذلك لم يكفروا وإن كان يكفر بذلك من قامت عليه الحجة بالنقل المتواتر وأيضا فإن الكتاب والسنة قد دلا على أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأسا ومن بلغته جملة دون بعض التفصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية فإن ادعى أحد التفريق بين تكفير من اعتقاد تحريفا في المصحف بغير المناطات الصحيحة للتكفير بدعوى أن هناك فرقا بين من اعتقاد تحريفا قبل جمع عثمان رضي الله عنه ومن اعتقاد تحريفا بعده سألناه هل كان القرآن الكريم مقطوعا به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وعمار وأول خلافة عثمان رضي الله عنهم أم لم يقع القطع به إلا بعد جمع عثمان له رضي الله عنه فإن قالوا لم يكن مقطوعا به ولا متواترا إلا بعد جمع عثمان رضي الله عنه فقد شككوا في القرآن الكريم وطعنوا فيه لأن القرآن الكريم بتقريرهم هذا لن يكون مقطوعا به إلى الموحى به إليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم وإنما سيكون مقطوعا به إلى من جمعه من الصحابة فقط في الآخر من خلافة عثمان رضي الله عنه بعد نحو ثلاث سنين من خلافته أو أكثر بقليل ومعنى هذا التقرير الخطير أن القرآن الكريم ظني الثبوت لأن شرط القطع والتواتر أن يستمر القطع إلى مصدره الأول وهو هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن قالوا كما كان يجب عليهم إن القرآن الكريم مقطوع به قبل جمع عثمان رضي الله عنه كما هو بعده كلنا ما دام القرآن متواترا من قبل الجمع العثماني ومن بعده ما دام مقطوعا به قبله وبعده ما دام معلوما من الدين بالضرورة من قبل ومن بعد أيضا فما الفرق بين من زاد أو نقص جهلا منه بهذا التواتر وغفلة عن القطع وعدم علم بالعلم الضروري قبل الجمع العثماني وبعده وما هو الفرق المتعلق بزمن الإنكار الذي ادعيتموه فتبين بذلك أن هذا التفريق لا يصح ومما يوضح بطلان هذا التفريق الذي ادعاه المخالفون أنني ذكرت في الطبعة الأولى من هذا الكتاب ونقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا صورا من اعتقاد زيادة أو نقصان في القرآن الكريم وقاعت بعد الجمع العثماني من بعض المسلمين كخلاف الفقهاء في البسملة وكإنكار بعض القراءات المتواترة من بعض الأئمة وهناك صور أخرى كاستمرار بعض السلف على قراءات تخالف المصحف العثمانية والتي يسمى بعضها بالشادة على اصطلاح وما وقع من استمرار بعضهم وما وقع من استمرار بعضهم يقرأ بقراءة ابن مسعود المخالفات للمصحف العثماني حتى زمن الإمام مالك توفي عام 179 هجريا ومع ذلك لم يكفر بشيء من ذلك أحد يعتد بقوله ومع ذلك لم يكفر بشيء من ذلك أحد يعتد بقوله مع أن كل هذه الصور من صور اعتقاد التحريف هي مما وقع بعد الجمع العثماني مع أن كل هذه الصور من صور اعتقاد التحريف هي مما وقع بعد الجمع العثماني وأما اتهام أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنهما بالفاحشة فعلم الله أنه مما تقشعر له الأبدان ولو كان الأمر إلينا وإلى غضبنا لعرضه السام المنيف صلى الله عليه وسلم لما كفانا ممن تناول عرضه الشريف صلى الله عليه وسلم إلا أشد العقوبة وأفضع النكال لكننا مزمومون بزمام الشرع مخطومون بخطام حكم الله تعالى وبه راضون وله مسلمون التسليم الكامل فعند هذا الحد تنتهي المحاب إلى حبه عز وجل وعند هذه العتابة نلقي بهوانا مذؤوما مدحورا عند رضا مولانا عز وجل وقبل تفصيل الكلام عن حكم التكفير بهذه الشناعة الفضيعة والسفاهة القبيحة لا بد من التذكير أن هناك فرقا بين اتهام أم المؤمنين رضي الله عنها بتلك الفرية العظيمة قبل نزول براءتها وبعد نزول براءتها فمن قذفها رضي الله عنه قبل تبرئات الله تعالى لها في سورة النور لم يكفره الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وما كانت عقوبته في كتاب الله تعالى وفي قصة الإفك الثابتة في السنة والسيرة إلا عقوبة القذف العامة ثمانين جلدة وما يستتبعها من عقوبات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم وليس أحد أغيار من الله تعالى على عرض رسوله صلى الله عليه وسلم وليس أحد من الخلق أغيار على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس أحد من المسلمين أغير على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابته الكرام رضي الله عنهم وفيهم والدا أم المؤمنين أبو بكر وأم رومان رضي الله عنهما فهما أغيروا الصحابة على عرض ابنتهم الطاهرة وقد رضي الله تعالى بهذا الحكم ورضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم ورضي أبو بكر وأم رومان رضي الله عنهما والصحابة كلهم رضوان الله عليهم بهذا الحكم أيضا فمن يدعي الغيرة فوق غيرة هؤلاء فيزعم أن مجرد النيل من عرضه صلى الله عليه وسلم قد حن في مقام النبوة يجب التكفير وهذا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون لم يجعلوه كذلك بل قد جعل الله تعالى النيل من أشرف الأعراض وهو عرضه صلى الله عليه وسلم في الحقوبة وفي الحكم بعدم الكفر أسوة الأعراض كلها للأمة حد القذف وعقوبته لا غيره بلا زيادة ولا نقصان ولم يخص عرضه الشريف صلى الله عليه وسلم بحد خاص ولا كفر القاذفين وَأَمَّا مَنِ اتَّهَمَ ذَاكَ الْعِرْضَ الطَّاهِرَ بِمَا بَرَّأَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ بعد نزول البراءة في كتاب الله تعالى فلا شك أنه قد قال قولا كفريا أي يستحق صاحبه التكفير إن قام به شرط التكفير وهو أن يكون هذا الاتهام قد صدر من صاحبه على وجه التكذيب للقرآن الكريم أو نحو ذلك مما ينقض صريح دلالة الشهادتين لكن إن قاله على وجه الجهل بنزول البراءة فيها رضي الله عنها وعلى وجه التأويل الفاسد لآيات سورة النور بأنها على أنها نزلت في غيرها وهي سردية النبي صلى الله عليه وسلم مارية القبطية رضي الله عنها كما يدعي ذلك بعض غلاة الإمامية لا كلهم فهذا مع شناعة قوله وسفاهة رأيه وقبح تحريفه للتفسير إلا أنه ليس ناشئا عن تكذيب القرآن في الظاهر لأن ظاهر صاحب هذا التفسير الباطل أنه لم يقل هذا القول وهو يظن القرآن ينقض فريته وليس لنا إلا أن نحكم بظاهره ولا يحق لنا الجزم بباطنه الذي لا يقين لنا بعلمه وتالله لو كان الأمر إلينا لما رضينا في هذا السفيه إلا عذابا يشفي الغيظة لا يقل عن القتل كفرا ولكن الأمر ليس إلينا فلا يحق لنا تكفير من لم يقوم الدليل على كفره وهذا المتأول وبتأويله الباطل المكذوب الذي كان يظنه بظنه الآتم حقا وصدقا قد منعنا من تكفيره مع شناعة رأيه وفضاعة قيله ولكننا بعد تنزيل حكم الله عليه في الدنيا بعدم التكفير نعلم أنه إن كان مستحقا من العقوبة ما يزيد على ظاهره الذي حاكمناه إليه فسوف يلقى جزاءه عليه عند الله تعالى جزاء يفي الجرم حقه ويشفي قلوب أهل الإيمان فيه كما أننا كما أننا إنما نتحدث هنا عن التكفير وصحة إيقاعه على المعين من عدمها ولا نتحدث عن عقوبة من يقول ذلك من غير تكفير فهذا شأن آخر إذ يحق للحاكم المسلم أن يجري العقوبات على حفظ دين الإسلام وحفظ وحدة دولته ووفق ما تقتضيه المصلحة ولما كانت هذه الأمور الثلاثة السابقة مما يكفر بها الشيعة الإمامية أحببت بيان موقف بعض علماء المسلمين من تكفيرهم لأؤكد ما بينته من فقه هذا الباب ومن رجوعه إلى مناطاته المذكورة فيه فقد حكم شيخ الإسلام ابن تيمية بإسلام الإمامية الرافضة كما في قوله في منهاج السنة النبوية فهذه خاصة الرافضة الإمامية التي لم يشركهم فيها أحد ولا الزيدية لا الزيدية الشيعة ولا سائر طوائف المسلمين إلا من هو شر منهم كالإسماعيلية الذين يقولون بعصمة بني عبيد المنتسبين إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر القائلين بأن الإمامة بعد جعفر في محمد بن إسماعيل دون موسى بن جعفر وأولئك ملاحدة منافقونه والإمامية الإثنى عشرية خير منهم بكثير فإن الإمامية مع فرط جهلهم وضلالهم فيهم خلق مسلمون باطنا وظاهرا ليسوا زنادقة منافقين ولكنهم جهلوا وظلوا واتبعوا أهواءهم وأما أولئك فأئمتهم الكبار العارفون بحقيقة دعوتهم الباطنية زنادقة منافقون وأما عوامهم الذين لم يعرفوا أمرهم فقد يكونوا مسلمين وسئل شيخ الإسلام بن تيمية عن رجل يفضل اليهود والنصارى على الرافضة فأنكر هذا القول قائلا الجواب الحمد لله كل من كان مؤمنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو خير من كل من كفر به وإن كان في المؤمن بذلك نوع من البدعة سواء كانت بدعة الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية أو غيرهم فإن اليهود والنصارى كفار كفرا معلوما بالاضطرار من دين الإسلام والمبتدع إذا كان يحسب أنه موافق للرسول صلى الله عليه وسلم لا مخالف له لم يكن كافرا به ولو قدر أنه يكفر فليس كفره مثل كفر من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم بل وصل بشيخ الإسلام بن تيمية ألا يرى الإجماع منعقدا إلا بموافقة الإمامية ما دام خلافهم ليس مستندا إلى أصل فاسد حتى إنه قال في آخر تقريره في ذلك فإن أدلة الإجماع إنما دلت على عصمة المؤمنين بلفظ المؤمنين ولفظ الأمة كقوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين وقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة فإذا كان اسم المؤمنين وأمة محمد صلى الله عليه وسلم يتناولهم ولهم نظر واستدلال ولهم دين يوجب قصدهم الحق لم يبق وجه لمنع الاعتداد بهم وهذا الحكم بإسلام الإمامية الرافضة من شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم كما سبق نقله عنه أيضا لم يصدر مع جهله ما رحمه الله تعالى بأن من الإمامية من يعتقد تحريف القرآن ولا بأن عامتهم يكفرون الصحابة رضي الله عنهم ولا بأن فيهم من يتهم أم المؤمنين رضي الله عنها بما برأها الله منه ولم يصدر حكمهما على الإمامية الرافضة بالإسلام لعدم ظهور هذه المقالات عند الشيعة الجعفرية في زمنهما بل قد كانت قد ظهرت قبل زمنهما بقرون وكانا يعلمان بهذه المقالات كل العلم ونص على ذلك في مواطن كثيرة فاعتقاد تحريف القرآن اعتقاد قديم جدا عند كثير من الإمامية حتى لقد كتب الإمام الأشعري أبو بكر الباكلاني كتابه الكبير الانتصار للقرآن كله ردا على الشيعة القائلين بتحريف القرآن ومما قال فيه على لسان الشيعة بأن الشيعة تنقل خلفا عن سلف عن علي والآئمة من عطرته عن سلف لهم تقوم بهم الحجة وينقطع العذر أن القرآن قد نقص منه وغير وبدل وأحيل عن نظمه وقد روى الخلال في كتاب السنة قولا منسوبا إلى التابعي الشهير عامر بن شراحيل الشعبي أنه قال واليهود حرفوا القرآن وكذلك الرافضات حرفوا القرآن فنقل شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية هذا القول في أوله وذكر ابن قيم الجوزية التحريف اللفظي الذي قام به اليهود في التوراة أنهم إن عجزوا عن تحريف لفظه حرفوا معناه ثم قال ودرج على آثاره مرافضة فهم أشبه بهم من القذة بالقذة وقال كذلك وقد سلك فيها الجهمية والرافضة فإنهم حرفوا نصوص الحديث ولم يتمكنوا من ذلك في ألفاظ القرآن وإن كان الرافضة حرفوا كثيرا من لفظه وادعوا أن أهل السنة غيروه من وجهه إذن عندما حكم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم بإسلام الرافضة حكما عليهم بذلك مع علمهما بقول كثير منهم بتحريف القرآن واتهام عائشة رضي الله عنها بما برآها الله منه ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه في سياق ذكره حجج من يكفر الرافضة كما في كتابه الصارم المسلول ونقل فيه قول ابن أبي موسى الحنبلي تفيا عامة ربماية وثمانية وعشرين هجريا والقاضي أبي يعلى الفراء الفراءي تفيا عامة ربماية وثمانية وخمسين هجريا في تكفيرهما من اتهم عائشة رضي الله عنها بما برآها الله تعالى منه وفي منهاج السنة النبوية يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كالحكاية المعروفة عن القاضي أبي بكر بن الطيب لما أرسله المسلمون إلى مليك النصارى بالقسطنطينية فإنهم عظموه وعرف النصارى قدره فخافوا ألا يسجد للمليك إذا دخل فأدقلوه من باب صغير ليدخل منحنيا ففطن لمكرهم فدخل مستدبرا متلقيا لهم بعجزه ففعل نقيض ما قصدوه ولما جلس وكلموه أراد بعضهم القدح في المسلمين فقال له ما قيل في عائشة امرأة نبيكم يريد إظهار قول الإفك الذي يقوله من يقول من الرافضة أيضا فقال القاضي ثنتان قدح فيهما ورميتا بالزناء إفكا وكذبا مريم مريم وعائشة فأما مريم فجاءت بالولد تحمله من غير زوج وأما عائشة فلم تأت بولد مع أنه كان لها زوج فأبهت النصارى وهذا يبين أن الحكم بإسلام رافضة لم يكن ناشئا عن جهل بمقالة مشهورة عنهم هي اتهام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه بل هو حكم بإسلامهم صادر مع العلم بهذه المقالة المستبشعة وأما تكفير الإمامية لعامة الصحابة رضوان الله عليهم فهي من أشهر مقالاتهم التي لا تخفى على أحد ومن أقدمها وقد كان هذا القول بتكفير الصحابة هو مستند شيخ الإسلام بن تيمية في قوله الذي كان عليه في تكفير الشيعة الإمامية حتى قال وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسا أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضا في كفره فإنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين فإن مضمون هذه المقالة أن نقالة الكتاب والسنة كفار أو فساق وأن هذه الأمة التي هي كنتم خير أمة أخرجت للناس وخيرها هو القرن الأول كان عامتهم كفارا أو فساقا ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم وأن سابقي هذه الأمة هم شرارها وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام ومع ذلك رجع شيخ الإسلام ابن تيمية عن تكفير أعيان الشيعة الإمامية الرافضة كما سبق تأكيدوه سابقا وحكم بإسلامهم رغم تكفير كثير منهم أو أكثرهم لعامة الصحابة رضي الله عنهم أو تفسيقهم وأما بدع القبور والمشاهد ودعاء المقبورين والاستغاثة بهم على وجه الولاية والصلاح وصرف ما ظاهره العبادة لهم على وجه تعظيم المخلوق لا تعظيم الرب الخالق تعالى وتقدس فقد ذكر ذلك كله شيخ الإسلام ابن تيمية ونسبه إلى الشيعة الإمامية الرافضة بل ذكر أنهم أول من ابتدع ذلك ومنهم انتقلت هذه المنكرات إلى المنتسبين للسنة وعنهم أخذها جهلة المتعبدين من المتصوفات وغيرهم فلم يكن الحكم بإسلام الإمامية الرافضة لكونهم كانوا محققين للتوحيد كما يعبر عن ذلك المكفرون لهم بل كان لديهم من منكرات القبور والاستغاثة بها ومن بداع المشاهد ما لا يزيد عما نشاهده اليوم منهم ونص على ما يدل على وقوع ذلك كله منهم شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه وهذا يبين أن حكم شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم على الشيعة الإمامية الرافضة بالإسلام ليس حكما ناشئا عن جهل بمقالاتهم ولا نشأ لحدوث هذه المقالات بعد عصرهما كما يزعم بعض أصحاب الرهق في التكفير من المحدثين وأما الحكم بغير ما أنزل الله فهو ظلم ومعصية لكنه لا يكون كفرا إلا إذا نشأ عن معتقد كفري ينقض دلالة الشهادتين وهذا المعتقد لا يمكن أن نعرفه إلا من خلال أحد أمرين من قول يدل عليه أو من عمل كفري آخر يدل على أن صاحبه غير مسلم مما يبين لنا أن منطلقه في الحكم بغير ما أنزل الله ناتج عن عدم إيمانه أصلا ومن أمثلة المعتقدات الكفرية التي يمكن أن ينشأ عنها الحكم بغير ما أنزل الله اعتقاد عدم وجوب الطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم جحود الحكم ورده مع العلم بأنه بلاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم تكذيبا له صلى الله عليه وسلم وجحوده على معنى اعتقاد أنه حكم باطل ظالم مع علمه أنه حكم الله تعالى وهو الاستحلال الكفري هنا أيضا رد حكم الله تعالى في كل شيء حتى في التوحيد فيكون سبب الحكم بغير ما أنزل الله فيكون سبب الحكم بغير ما أنزل الله هو الشرك بالله تعالى وعدم اعتقاد في راده سبحانه وتعالى بالملك والأمر والحكم اعتقاد أن الحكم المغاير لحكم الله خير من حكم الله تعالى أو مثله في الخيرية لأن هذا انتقاص كفري من خصائص الروبية حيث ساوى صاحب هذا الاعتقاد بالخالق تعالى وتقدس خلقا من خلقه في العلم والحكمة والعدالة لكن قد ينشأ الحكم بغير ما أنزل الله عن غير هذه الأسباب مما لا يكون منشأ كفريا وسأذكر بعضها بعد قليل ولهذا لاحتمال الوارد على الحكم بغير ما أنزل الله وهو أن يكون الداعي له ليس مناطا كفريا ينقض الشهادتين لم يجز أن نجعل مجرد الحكم بغير ما أنزل الله كفرا يكفر به أهل الشهادتين بأنه ليس يقينا يخرج صاحبه من يقين دخوله في الإسلام وأما الاحتجاج بظواهر بعض النصوص دون موازنتها ببقية النصوص التي أفادتنا حكما قطعيا بأن الخروج من الإسلام لا يكون إلا بنقد ما به قد حصل الدخول فيه ودون إدراك كيف يقع النقد للشهادتين فهو نفسه منهج الخوارج الذي لا يخفى خطره وضلاله وأقمنا هذا البحث المقتصر على التحذير منه ولذلك كان الاحتجاج بظاهر قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون في تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله مطلقا جهلا لم يقل به أحد من العلماء بل لم يقل به حتى المخالفون فهم لا يقولون بأن كل حكم بغير ما أنزل الله كفر وإنما يضعون قيودا صطحية وغير منضبطة للتكفير بالحكم بغير ما أنزل الله تخرج هذه القيود بالآية عن ظاهرها غير المراد لتدخل بها إلى معنى آخر غير مراد أيضا ومخالف لظاهرها معنى لا يتمسح بدعوى أحقية الظاهر وتقديمه على المعنى المؤولي والذي كان قد أجبر المخالفين على تأويل الآية وعلى صرفها عن ظاهرها هو أنهم يعلمون بأنه ظاهر باطل يقينا حيث إنهم يعلمون أن الظلم في القضاء ليس كفرا بالإجماع وهو حكم بغير ما أنزل الله ولذلك فلا يمكن حمل الآية على إطلاق هذا الظاهر حتى عندهم وهو ما جعلهم يخترعون قيدا للتكفير لم يذكر في الآية ولا سبقوا إليه من أحد علماء الأمة قاطبة حيث إنهم جعلوا كفر الحاكمية كما يعبرون منوطا بتقنين الأحكام المخالفة لحكم الله والإلزام بها في أنظمة الدولة ومع كون المخالفين ليسوا أسعد بظاهر الآية من أهل العلم السابقين الذين صرفوا الآية عن ظاهرها غير المراد كما سبقا ولذلك فلا يحق للمخالفين الدعاء أن فهمهم تمسك بالظاهر واعتصام بعدم التأويل كما يحلو لهم الدعاء ذلك كثيرا في مواطن أخرى عديدة فهم مع ذلك لم يكونوا أسعد بالفقه الصحيح الصارف للآية عن ظاهرها أيضا إذ لا أدري كيف استنبطوا التكفير من التقنين والإلزام به فهل يلزم من هذا التقنين اعتقاد عدم وجوب طاعة الله أو هل يلزم منه الجحود أو هل يلزم منه اعتقاد مساوات حكم الخلق لحكم الخالق عز وجل أو نحو ذلك من مناطات التكفير الحقيقية أم يمكن أن يحكم الحاكم بغير ما أنزل الله لغير ذلك كله وأنه قد يجري أحكام القوانين الوضعية مسايرة لواقع اجتماعي أو سياسي أو لكي يكسب دعم دول وتحالفا مع أخرى أو ليرد عن دولته عداوة لم يعد لها عدتها ولغير ذلك من الأسباب التي قد يخضع الحاكم لها معصية وفسقا أو اضطرارا وإكراها فهي بذلك لا تدل على شيء من نواقض الشهادتين من مناطات الكفر بالحكم بغير ما أنزل الله تعالى وأما إذ بينا أن المخالفين لم يكن لهم حظ في الاستدلال بظواهر النصوص في الحكم بغير ما أنزل الله فدعونا نقف وقفة سريعة مع فهم الأئمة لتلك النصوص فهذا الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام توفي عام 224 هجريا في كتاب الإيمان الذي يرد فيه على المرجئة والخوارج يذكر أن الكفر والشرك كثيرا ما توصف المعاصي بهما في نصوص الكتاب والسنة وأنه لا يكون المقصود بهما ما يخرج من الملة وينقل عن الإسلام وإنما المقصود بإطلاق الكفر والشرك على تلك المعاصي أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون ثم أراد أن يضرب مثالا من القرآن الكريم لإطلاق الكفر على المعاصي التي لا تنقل من الملة فلم يبدأ إلا بمسألة الحكم بغير ما أنزل الله مما يدل على أنها كانت معلومة التقرير عند الجميع لذلك جعلها مثالا لغيرها حيث قال وأما الفرقان الشاهد عليه في التنزيل فقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقال ابن عباس ليس بكفر ينقل عن الملة وقال عطاء ابن أبي رباح وقال عطاء ابن أبي رباح كفر دون كفر فقد تبين لنا أنه كان ليس بناقل عن ملة الإسلام أن الدين باق على حاله وإن خالطه ذنوب فلا معنى له إلا خلاف الكفار وسنتهم فلا معنى له إلا خلاف الكفار وسنتهم على ما أعلمتك من الشرك سواء لأن من سنان الكفار الحكم بغير ما أنزل الله ألا تسمع قوله أفحكم الجاهلية يبغون تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون وهكذا قوله ثلاثة من أمر الجاهلية الطعن في الأنساب والنياحة والأنواء ومثله الحديث الذي يروى عن جرير وأب البختري الطائي ثلاثة من سنة الجاهلية النياحة وصنعة الطعام وأنتبيت المرأة في أهل الميت من غيرهم وكذلك الحديث آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعاد أخلف وإذا أتمين خان وقول عبد الله الغناء ينبت النفاق في القلب ليس وجوه هذه الآثار كلها من الذنوب أن راكبها يكون جاهلا ولا كافرا ولا منافقا وهو مؤمن بالله وما جاء من عنده ومؤد لفرائضه ولكن معناها أنها تتبين من أفعال الكفار محرمة منهي عنها في الكتاب وفي السنة ليتحاماها المسلمون ويتجنبوها فلا يتشبهوا بشيء من أخلاقهم ولا شرائعهم ولقد روي في بعض الحديث إن السواد خضاب الكفار فهل يكون لأحد أن يقول إنه يكفر من أجل الخضاب وكذلك حديثه في المرأة إذا استعطرت ثم مرت بقوم يوجد ريحها أنها زانية فهل يكون هذا على الزن الذي تجب فيه الحدود ومثله قوله المستبان شيطانان يتهاتراني ويتكاذباني أفيتهم عليه أنه أراد الشيطانين إنما هذا كله على ما أعلمتك من الأفعال والأخلاق والسنن وكذلك كل ما كان فيه ذكر كفر أو شرك لأهل القبلة فهو عندنا على هذا ولا يجب اسم الكفر والشرك الذي تزول به أحكام الإسلام ويلحق صاحبه بردة إلا كليبة الكفر خاصة دون غيرها وهذا ابن جرير الطبري يذكر قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ويتوسع في تفسيرها أيما توسع وينقل الاختلاف فيها والذي لم يكن من بين أقواله عند السلف كلهم تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله بتقنين ملزم فلا وجود لهذا القول عند السلف كلهم ثم يختم الطبري بترجيحه في تفسير الآية وبيان معناها فيقول وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال نزلت هذه الآيات في كفار أهل الكتاب لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ففيهم نزلت وهم المعنيون بها وهذه الآيات سياق الخبر عنهم فكونها خبر عنهم أولا قال ابن جرير فإن قال قائل فإن الله تعالى ذكره قد عم بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله فكيف جعلته خاصا قيل إن الله تعالى عمم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به هو بالله كافر كما قال ابن عباس لأنه بجحوده حكم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه نظير جحوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي فهنا جعل الطبري مناط التكفير هو الجحود لا مطلق الحكم بغير ما أنزل الله وقد وافق الطبري كثير من المفسرين على أن الكفر في هذه الآية لا يكون كفرا مخرجا من الملة إلا إن كان جحودا وإنكارا لحكم الله بل عندما بواب ابن بطة الحنبلي توفي عام 387 هجريا للذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج عن الملة ذكر في هذا الباب الحكم بغير ما أنزل الله ذكره مثالا من أمثلة هذه الزنوب التي لا يخرج العاصي بها عن الإسلام وساق كثيرا من الآثار عن السلاف تبين ذلك وهذا أبو أحمد الكراجي القصاب المتوفى حدود سنة 360 هجريا يفسر هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون على أنها نزلت في اليهود ثم يقول فيقال لمن يحتج بها من الشراط وغيرهم في تكفير أهل القبلة بالذنوب ما حجتكم في التسوية بين الجميع وأهل الفرقان عالمون بأن أحكام الله المنزلة في كتابه حق والحكم بها عليهم فرض وأنهم بتركها عاصون وعلى إضاعتها معاقبون وهم مع ذلك مسلمون ومن أنزلت فيهم الآيات يهود ونصارى لا يرتاب بكفرهم جميع أهل النحلي أَيَجُوزُ لِمُتَوَهِّمٍ يَتَوَهَّمُ أَنَّهُمْ أَيَجُوزُ لِمُتَوَهِّمٍ يَتَوَهَّمُ أَنَّهُمْ أَيَجُوزُ لِمُتَوَهِّمٍ أَنْ يَتَوَهَّمَ أَنَّهُمْ قَبْلَ أَنْ يُحَكِّمُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَيَدَّعُوا حُكْمَ التَّوْرَاتِ لَمْ يَكُونُوا كَافِرِينَ وَلَا ضَرَّهُمْ رَدُّ نُبُوتِهِ وَجُحُودُ رِسَالَتِهِ فَاسْتَوْجَبُوا الْكُفْرَ بِتَرْكِ حُكْمِ التَّوْرَاتِ فِي الزَّانِيينَ كَمَا تَزْعُمُونَ أَنَّ الْمُوَحِّدَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَكْفُرُ بِتَرْكِ حُكْمِ اللَّهِ إِلَىٰ دُدِّهِ فَإِنْ قَالُوا إِنَّ هَذَا يَجُوْزُ تَوَهُمُهُ وَتَحَقُّقُّهُ بَانَ كُفْرُهُمْ وَكُفِيَتْ مَأُونَتُهُمْ فَإِنْ قَالُوا بَلْ كَانُوا قَبْلَ الْحُكْمِ بِرَدِّ النُّبُوتِ كُفَّارًا فَصَارَ تَغْيِيرُهُمُ الْحُكْمَ زِيَادَةً فِي كُفْرِهِمْ قِيلَ لَهُمْ فَمَا وَجْهُ تَكْفِيرِهِمْ مِنْ قَبْلِ نُبُوتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قِيلَ لَهُمْ فَمَا وَجْهُ تَكْفِيرِهِمْ مَنْ قَبِيلَ نُبُوتَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وصار بها مسلما بتركه استعمال حكم الله أَيَكُونُ ذِّيَادَةً فِي كُفْرٍ لَيْسَ فِيهِ أَمْ يَكُونُ مَضْمُومًا إِلَى إِسْلَامٍ لَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ أَمْ يَحْبَطُ إِحْسَانُ عُمْرٍ طَوِيلٍ بِإِسَاءَةِ لَحْظَةٍ فيهدم به ما أصلتموه في باب العدل أَمْ تَكُونُ نَفْسٌ وَاحِدَةٌ كَافِرَةٌ بِإِسَاءَتِهَا مُؤْمِنَةٌ أَمْ تَكُونُ نَفْسٌ وَاحِدَةٌ كَافِرَةً بِإِسَاءَتِهَا مُؤْمِنَةً بِإِحْسَانِهَا تَسْتَوْجِبُ بِنَصِيبِ إِيمَانِهَا الْخُلُودَ فِي الْجَنَّةِ وَبِنَصِيبِ كُفْرِهَا الْخُلُودَ فِي النَّارِ هذا والله أفحش مقال وأقبح انتحال فإن قال الشراط ليس من النصافة أن تحتج علينا بأن الآية نزلت في الرجم الذي أدته إليك الأخبار ونحن لا نؤمن بها قيل لهم اجعلوه في أي حكم شئتم أليس يكون منزلا في غير أهل الفرقان فإن قالوا أفلا يجوز أن يكون نزوله فيهم فيدخل من عامل بعمالهم معهم قيل بلى إذا ساووهم في الكمال كانوا مثلهم في الأفعال وسموا به كفارا وإن عملوا ببعض أفعالهم ولم يساووهم في جميع صفاتهم كانوا بذلك عصاةً كانوا عصاةً بذلك الفعل فنقول من حكم بضد حكم الله مدعياً به على الله أو جاحداً بما أنزله من أحكامه فهو كافر لأن من جحد القرآن وقد شهد الله بإنزاله أو نسب إليه ما لم ينزله فقد كذب عليه ومن كذب عليه لم يرتب بكفره لقوله تبارك وتعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين فسماه كفارا فمن كان تارفا لما أنزل الله في أحكامه على هذه الصفة فقد ساوى من أنزلت فيهم الآيات من اليهود والنصارى واستحق قسم الكفر والظلم والفسق ومن حمله حرص الدرهم والدينار أو بلوغ ثأر أو شهوة نفس على ترك حكم الله وهو عالم بعدوانه عارف بإساءته حذير من سوء صنيعه مصدق لربه فيما أنزل من الأحكام شاهد عليها بالحق المفترض عليه العمل به ولم يساوهم فيها وهو باق على إسلامه عاص لربه فأفعاله تستوجب عقوبته إن لم يجد بالصفح عنه فإن تاب لحق بالتائبين ومن يستوجب المغفرة من المذنبين ومن لحقه الموت قبل التوبة كان له طريقان أحدهما الرجحان في الوزن ثم قال والآخر التفضل بالعفو وترك المناقشة في الوزن إلى أن قال وكذلك الكفر قد يكون بالله ويكون بنعمه والكفر في اللغة ستر الحق فيجوز أن يكون الحاكم بغير ما أنزل الله ساتراً لأحكامه وهو مسلم ويكون ساتراً لها وهو كافر وتختلف درجات الكفر في صفاقة الستر ورقته فيكون الجاحد بالغاً أقصى عرضة والعاصي مجامعه في الفعل الظاهر مخالفه في الضمير الباطن فلا يستويان في العقوبة ولا يلتقيان في الدراجة هذا ما لا يذهب على من قصد الحق بنصح واستقامة وأضرب عن اللجاج والغلبة بباطل الاحتجاج وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ثم يقولوا ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى كسوال في البادية وكأوامر المطاعين فيهم ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر فإن كثيراً من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار وإلا كانوا جهالاً وهكذا يذكر شيخ الإسلام بن تيمية مناط التكفير بالحكم بغير ما أنزل الله فيقيدوه بعبارتين من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله والاستحلال ولا شك أن هذين المناطين مناطان صحيحان للتكفير بالحكم بما غير ما أنزل الله وهما غير مطلق الحكم بل هما قيدان لهذا الإطلاق وهذا ابن قيم الجوزية بعد أن ذكر أن الكفر نوعان أكبر وأصغر وتكلم عن الأكبر ثم تكلم عن الأصغر فقال في أثناء كلامه عن الكفر الأصغر غير المخرج من الملة وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال ابن عباس ليس بكفر ينقل عن الملة بل إذا فعله فهو به كفر وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر وكذلك قال طاوس وقال عطاء هو كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق ومنهم من تأولى الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جاحدا له وهو قول عكرمة وهو تأويل مرجوح فإن نفس جهوده كفر سواء حكم أو لم يحكم ومنهم من تأولها على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله قال ويدخل في ذلك الحكم بالتوحيد والإسلام وهذا تأويل عبد العزيز الكناني وهو أيضا بعيد إذ الوعيد على نفي الحكم بالمنزل وهذا تأويل عبد العزيز الكناني وهو أيضا بعيد إذ الوعيد على نفي الحكم بالمنزل وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه وببعضه ومنهم من تأولها على الحكم بمخالفة النص تعمدا من غير جهل به ولا خطأ في التأويل حكاه البغوي عن العلماء عموما ومنهم من تأولها على أهل الكتاب وهو قول قتادة والضحاك وغيرهما وهو بعيد وهو خلاف ظاهر اللفظ فلا يصار إليه ومنهم من جعله كفرا ينقل عن الملة والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم أو بحسب حال الحاكم فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه معصية مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ له حكم المخطئين فأنت ترى أن ابن القيم جعل مناق التكفير بالحكم بغير ما أنزل الله هو اعتقاد عدم وجوب الطاعة فلا يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله عند ابن القيم بمجرد الحكم كما يدعي المخالفون وإنما إن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله وأعجب غاية العجب ممن يحتج بكلام ابن القيم على التكفير بمجرد الحكم بغير ما أنزل الله مع أن كلامه في غاية الوضوح والصراحة أنه لا يكفر به إلا إذا اعتقد الحاكم معتقدا كفريا وهو اعتقاد عدم وجوب الطاعة مطلقا ولو في حكم واحد مع تيقنه أنه حكم الله وقد حاول المخالفون أن يدعوا بأن الأئمة السابقين عندما اشترط بعضهم الجحود واشترط آخرون منهم معتقاد عدم وجوب الطاعة للتكفير بالحكم بغير ما أنزل الله ونحو ذلك من مناطات التكفير الصحيحة وعندما لم يكتفوا بمجرد الحكم أنهم إنما فعلوا ذلك لعدم وجود صورة التقنين الوضعي المعاصري وأن كل الذي كان موجودا بزعمهم هو الظلم غير المقنني ومع أن هنا زعمين لهم لا يصحان كلاهما الزعم الأول هو أن نحو هذه الصورة لم توجد أبدا في تاريخنا الإسلامي فقد وجدت كما سيأتي مثال من أمثلة وجودها والثاني أن عدم وجود هذه الصورة المعاصرة هو سباب تقصير التقرير العلمي لعلمائنا السابقين لأن هذا اتهام لعلماء الأمة بأن تقريراتهم في باب خطير في العقيدة بل في أخطر أبواب الإسلام وهو باب الدخول في الإسلام والخروج منه لم تكن تقريرات مؤصلة على قواعد واضحة وأنهم كانوا مأسورين عند تقريرها في واقعهم وأنهم لم يبينوا ضابط التكفير بالحكم بغير ما أنزل الله لأنهم لم يدركوا وجود صورة من صوره التي تخدم عليهم تقريرهم وتبين عجزه عن الدقة في الاستيعاب والتحرير فهو الدعاء أيضا لو صح هذان الزعمان لا يجيز لهم أن يضعوا تقريرا غير صحيح للتكفير بالحكم بغير ما أنزل الله تقريرا يخالف القطعية في هذا الباب أن من دخل الإسلام بيقين لم يخرج منه إلا بيقين ولا يقين مع ولود الاحتمال خاصة وهو احتمال قريب غير بعيد يصدقه الواقع المشاهد فيبقى تقريرهم في التكفير بالحكم بغير ما أنزل الله تقريرا ضعيفا جدا وساقطا لا وزن له أمام القاعدة الكلية اليقينية للتكفير في هذا القسم من المكفرات ثم انظروا ماذا قال ابن كثير عن القانون الوضعي الذي وضعه التتار في زمنه وسموه الياسق أو الياسة أي النظام أو القانون حيث ذكر ابن كثير تفسير قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ثم قال ينكر الله تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتميل على كل خير أنه عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن مليكهم جنك الظخان الذي عن ملكهم جنك الظخان الذي وضع لهم اليساق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب فتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير فابن كثير هنا يتكلم عن صورة القوانين الوضعية المعاصرة ومع ذلك يجعل مناط التكفير بالحكم بها اعتقادا كفريا وليس مجراد العمل وهو الحكم بغير ما أنزل الله حيث بين هذا المعتقد الذي يجعل هذا العمال كفرا فقال عن قوانين التتالي الياسق فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمناط التكفير عند ابن كثير هو الاستحلال واعتقاد تقديم هذه الأحكام على حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ويقول ابن كثير ذلك مع أن التتار كانوا كفارا أصليين ثم أعلن كثير منهم الدخول في الإسلام بدخول مليكهم قازان في الإسلام وإعلانه الشهادتين سنة ستمائة وتسعة وتسعين على جهل شديد منهم وشدة فجور وعظيم فسق واستباحة للدماء والأعراض ومع ذلك لم تكن هذه القبائح كلها مع الحكم بغير ما أنزل الله كافية للحكم بكفر التتار ولا كانت كلها قرائنا تقطع بكفرهم إلا إن ضموا إلى هذه الموبقات ما يقطع بكفرهم كتقديم حكم الياسق على حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بل سبق ذكر كلام شيخ الإسلام بن تيمية وكلام بن القيم في بيانهما مناط التكفير بالحكم بغير ما أنزل الله وأنهما ذكر المناطات الصحيحة التي نبهت عليها ولم يكن من بين المناطات التي ذكراها مناط التقنين الملزمين الذي يدعيه المخالفون مع أنهما رحمهما الله ممن أدرك ياسق التتار أيضا وعاصر قانونه الوضعي المخالف لشدع الله تعالى ولما استمر العمل بالياسق على هذا المعنى الكفري عند كثير من ملوك التتار والترك كتيمور لينك في عام ثمانمائة وسبعة هجريا كفره بعض علماء عصره لأنهم كانوا يقدمون الياسق على شريعة الإسلام والأهم أن تعلم أن تقييد العلماء تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله بمناطات الكفر لا بمجرد العمل لم يكن ناشئا عن قصور في التصور وعدم تحرير مستوعب لمناطات التكفير به كما يزعم المخالفون بل نشأ عن ضبط هذا الباب وتحرير مناطات الحكم بالكفر فيه وهذا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي توفي عام 1393 هجريا يقول في أضواء البيان الظاهر المتبادر من سياق الآيات أن آية فأولئك هم الكافرون نازلة في المسلمين لأنه تعالى قال قبلها مخاطبا لمسلمي هذه الأمة فلا تخشون ناس وخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ثم قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فالخطاب للمسلمين كما هو ظاهر متبادر من سياق الآية وعليه فالكفر إما كفر دون كفر وإما أن يكون فعل ذلك مستحلا له أو قاصدا به جحد أحكام الله وردها مع العلم بها فها هو الشنقيطي رحمه الله يقيد كفر الحكم بغير ما أنزل الله في المستحل الجاحد العالم بحكم الله ما دام الكفر في الآية هو الكفر المخرج من الملة ويقول ذلك وهو معاصر للقوانين الوضعية متصور لهذا الواقع في البلاد الإسلامية وبذلك يتبين أن مناط الكفر بالحكم بغير ما أنزل الله اعتقاد قلبي كبقية المعاصي والمخالفات وهذا الاعتقاد القلبي لا يمكن التوصل إليه بمجرد الحكم بغير ما أنزل الله إلا بالتصريح به أو بعمل كفري آخر يدل على المنطلقات الكفرية لأعمال هذا الشخص المكفر وفي مسألة الولاء والبراء والتكفير بالإعانة الظاهرة فقد كتبت في بيان هذا الأمر كتابا كبيرا بعنوان الولاء والبراء بين الغلو والجفاء وناقشت هناك هذا الموضوع بتوسع وخلاصة ما بينته هناك أن مناط التكفير في الولاء والبراء والإعانة الظاهرة للكفار على المسلمين وليس كل عمل قلبي وليس مجرد العمل الظاهر أيضا فمن أحب الكافر لكفره فقد كفر لأنه أحب كفره ولا يجتمع إسلام بمحبة نقيضه وهو الكفر وهذا هو معنى قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يواجون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم وأما الحب الطبيعي كحب الكفار من الوالدين والأبناء والزوج للقرابة وحب من أحسن إليك للإحسان وحب من كان متصفا بصفات حسنة للصفات الحسنة فهو كله حب مباح ليس محرما فضلا عن أن يكون كفرا ولذلك ثبت حب النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب مع أن عمه كان كافرا كما في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت فقد أحبه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عمه ولأنه كان يناصره ولأنه كان كريم الطبع شريف الأخلاق مع موته على الشرك ولم يعتب الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الحب وإنما عتب عليه إصراره على هدايته إصرارا يفوق حد واجب البلاغ الكامل وإقامة الحجة التامة فمناء الكفر في الولاء القلبي للكفار هو ولاؤهم وحبهم من أجل كفرهم وليس أي ولاء قلبي وأما حب الكافر والفاسق لفسقه ولمعاصيه لا لكفره فهو معصية وذنب فلا هو كفر مخرج من الملة ولا هو حلال ناج من التأثيم وكذا هو مناط التكفير بالإعانة الظاهرة للكفار على المسلمين مناط قلبي فمن أعان الكفار على المسلمين بغضا للإسلام وحبا لانتصار الكفر على الإسلام ورغبة في استئصال الوجود الإسلامي من على وجه الأرض ونحو ذلك من المقاسد القلبية الناقضات لدلالة الشهادتين فهو كافر بذلك وأما إن صدرت الإعانة الظاهرة للكفار على المسلمين من دون ناقض قلبي لدلالة الشهادتين أي لأمر دنيوي من مال أو منصب أو جاه أو تثبيت حكم أو انتقام من عدو مسلم فهذه الإعانة لا تكون كفرا لأنها لم تنقض دلالة الشهادتين وقد تكون هذه الاستعانة بالكفار على المسلمين جائزة في مثل ما لو كانت بحق أي لرد بغيهم ورد عدوانهم وكانت أيضا مفاسد عدم الاستعانة أعظم من مفاسد الاستعانة وقد تكون حراما إذا كانت اعتداءا وظلما وإذا كانت مفاسدها أعظم من مفاسد عدم الاستعانة وقد دل على ذلك كله أدلة كثيرة من الكتاب والسنة ذكرتها في الكتاب المذكور وردت في ذلك الكتاب على حجاج المخالفين وبينت اضطرابهم وعدم وضوح فقه السلف لديهم في هذا الباب الذي تكرر التنبيه عليه ويكفي أن أذكر في هذا المختصر بأن الذين كفروا بمطلق الإعانة من المتأخرين والمعاصرين مخالفون لإجماع العلماء في هذا الباب وهو إجماع يتبين من حكم علماء الإسلام في الجاسوس الذي يتجسس للكفار على المسلمين فرغم ما في عمل هذا الجاسوس من إعانة ظاهرة فرغم ما في عمل هذا الجاسوس من إعانة ظاهرة للكفار على المسلمين وهي إعانة في غاية القبح ضررا على المسلمين وفي غاية القبح خيانة وغدرا ومكرا وجبنا ونفاقا عمليا إلا أن علماء المسلمين من السلف والأئمة المتبوعين لم يحكموا بكفر هذا الجاسوس وقد نقال الإمام أبو جعفر الطحاوي في عام 321 هجريا الإجماع على أن الجاسوس المسلم لا يقتل ويوافق الطحاوي على نقله الإجماع بن بطال المالكي حيث نقله وأقره حتى إنه أنكر على من حكم بقتل الجاسوس تعزيرا فقال ومن قال بقتل الجاسوس المسلم فقد خالف الحديث وأقوال المتقدمين من العلماء فلا وجه له ووافقهما ابن الملقن الشافعي في عام 804 هجريا فقال معلقا على كلام ابن بطال ومن قال بقتله فقد خالف الحديث وأقوال المتقدمين فلا وجه لقوله كما قال ابن بطال وهذا كله في قتل الجاسوس عقوبة لا ردة فالناس تجد الخلاف في ردته بعد ذلك ضمن أقوال أئمة السلف هؤلاء وهم إنما يختلفون في قتله على إسلامه متفقين على إسلامه إن هذا الاتفاق الواضح على عدم تكفير الجاسوس لدليل قوي على أن التكفير بمجرد الإعانة الظاهرة نون النظر في مناطي التكفير بها خلل علمي يخالف فهم أئمة المسلمين لمآخذ هذا الباب وأما إن نازع أحد في صحة هذا الإجماع قلنا له يكفي كأنه قول أئمة الإسلام أبي حنيفة ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وابن القاسم وابن وهب وسحنون والطبري وغير هؤلاء من أتباعهم ووافقهم على ذلك ابن تيمية وابن القيم كلهم على عدم كفر الجاسوس فمن القوم بعد هؤلاء واتفاق هؤلاء الأئمة على عدم كفر الجاسوس يعني اتفاقهم على عدم كفر المظاهر للكفار بمجرد المظاهرات العملية فالتجسس من أظهر أنواع الإعانة العملية للكفار على المسلمين وأقبحها وأشدها ضررا ولذلك فقد قال العلامة الإمام محمد الطاهر بن عاشور توفي عام 1393 هجريا في كتابه التحرير والتنوير وقد اتفق علماء السنة على أنما دون الرضا بالكفر وممالاتهم عليه من الولاية لا يوجب الخروج من الربقة الإسلامية ولكنه ضلال عظيم وهو مراتب في القوة بحسب قوة الموالات وباختلاف أحوال المسلمين وبذلك نحدد مناط الكفر في الولاء والبراء والإعانة الظاهرة بما يبين خطأ التقريرات المتأخرة في هذا الباب وخطأ نسبتها إلى السلف فالسلف منها براء وأما تكفير من شك في كفر الكافر فليس على إطلاقه ولا على توسع المتوسعين فيه حتى أدى توسعهم الجائر فيه إلى عدم اكتفائهم بتكفير مخالفيهم من المسلمين فكفروا بهذا التوسع الجاهل بعضهم فمن كفر منهم شخصا ووجد غيره يخالفه في تكفيره جعله كافرا بهذا الخلاف بحجة من شك في كفر الكافر فهو كافر وإنما مناط التكفير بالشك في كفر الكافر فهو من كان شكه في كفر الكافر ناشئا عن شك في الشهادتين وفي شرطيتهما للدخول في الإسلام وللحكم بالنجاة من النار فمن شك في كفر الملاحدة والبوذيين والهندوس فلا الشك في كفره لأن هذا الشك لا ينشأ ممن عرف معنى الشهادتين وعرف مناقضة هذه الأديان كلها لها ومن شك في كفر اليهود وهم لا يشهدون أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد شك في الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله أو شك في وجوب تصديقه أو في اعتقاد وجوب طاعته أو في وجوب محبته صلى الله عليه وسلم وكلها أمور كفرية تخرج من الملة ومن شك هذا الشك فهو كافر بلا ريب ومن شك في كفر النصارى وهم يشركون بعيسى عليه السلام فقد كفر لأنه شك في التوحيد وكذب الله تعالى الذي يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأوى النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة والذي يقول عز من قائل في تكفير أهل الكتاب عموما لم يكون الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة ويقول عز وجل إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم قالدين فيها أولئك هم شر البرية ومن شك في كفر من نقض الشهادتين نقضا يقينيا كما في القسم الأول من المكفرات القطعية مع علمه بنقضه للشهادتين فهو كافر أيضا لأنه ما شك في كفره إلا لشكه هو في الشهادتين ومن شك في كفر الكافر لأنه يصحح دين الكافر وهو يعرف مباينة دينه دين الإسلام ومناقضته الصريحة للشهادتين فهو كافر عند كل عاقل وهذا ما قرره الأئمة في تفسير أمثال قوله صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فحملوا الحديث على الكفر المخرج من الملة إن أراد المكفر إطال دين الإسلام أو تصحيح ملة الكفر وأما تكفير من شك في كفر من كفرته كفرته الاجتهادات الظنية الخاطئة فجريمة لا تجوز إذ من أعظم الجهل والخطر والإجرام تكفير من شك في كفر من كفرته الظنون لا لأن الظنون لا يجوز أن تكفر أصلا فقط ولا لأن هذا التكفير مركب من خطأ بني على خطأ فقط فالخطأ الأول هو تجويز التكفير بالظن والخطأ الثاني هو تجويز التكفير بظن آخر يجيز تكفير من شك في كفر من شك في كفر من كفرته الظنون بل لأن هذا القول سيعود بالتكفير على عامة علماء الأمة من السلف والخلاف فضلا عن عوامهم فما يكاد يوجد عالم أو إمام إلا وستجد من يخالفه في بعض مسائل التكفير فلو كان ذلك التوسع مقبولا للزم تكفير الأئمة بعضهم بعضا لأن المخالف في التكفير قد تجاوز الشك في الكفر إلى الحكم بالإسلام فهو أولى بالتكفير من الشك حسب هذا التقرير الجاهل وبغير ضبط مناط التكفير بالشك في كفر الكافر بما ذكرته سيلزم من ذلك هذا الفساد العظيم الذي بيّنته ولا يخفى أنه ما زال العلماء يقع منهم لاختلافا بالتكفير ويقع منهم الإنكار في بعض الأحيان على من خالفهم في التكفير أو في عدم الحكم بالإسلام لكن حاشاهم من أن يكفر بعضهم بعضا بذلك رغم اختلافهم ورغم ما قد يقع من بعضهم من إنكار على قول وإثقاط لرأي وَأَمَّا السُخْرِيَةُ فَإِنْ كَانَ لَقْضُهَا صَرِيحًا أنها سُخْرِيَةٌ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أو بِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو بالقرآن الكريم أو بالإسلام وشرائعه الثابتة القطعية فهي كفر لا شك فيه وهي داخلة في القسم الأول من المكفرات فهي صورة من صور السب والإهانة التي سبق ذكرها في القسم الأول وهو القسم الذي لا يعذر فيها بالجهل والتأول ولا يحتاج الحكم بكفر الواقع فيه إلا التثبت بطريق شرعي أنه قد وقع من المعين كما سبق قال تعالى في تقرير كفر هذه السخرية وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وقال تعالى أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِيطَتْ أَعْمَانُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلِكَ جَزَاءُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُولِهُزُوًا وقال تعالى وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٌ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٌ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى الْكُفَّارَ ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَاصِفًا حَالَهُمْ وَمَا يُقَالُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وقال سبحانه قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت غير الراحمين فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ إِنْهُمْ تَضْحَكُونَ وقال عز وجل الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ومع أن السخرية بالله تعالى أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن الكريم وبالإسلام من القسم الأول من المكفرات فإنما أدخلناها هنا في القسم الثاني لصور أخرى من السخرية والاستهزاء ليست هي السخرية الصريحة بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الكريم وبالإسلام وإنما هي السخرية من أهل العلم الشرعي علماء وطلبة علم أو من أهل التدين والصلاح فأما السخرية بالمسلم المعين والشخص المحدد مهما كان فلا شك أن الأصل فيها هو الحرمة وأنه انتهاك لحق مسلم مصون العرض لا يجوز إيذاؤه ولا إهدار كرامته بالسخرية والاستهزاء وليس هذا الحكم خاصا بفئة معينة من المسلمين فلا يخص أهل العلم ولا من ظاهره التدين فقط بل هو حكم يشمل بأخلاقياته الكريمة المسلمين جميعهم مؤمنهم وفاسقهم من ظاهره التمسك بظواهر الدين ومن ثرط فيها كما جاء ذلك صريحا في كتاب الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون فأما إذا كانت السخرية موجهة لحملة الشريعة أو لأهل الصلاح والعبادة بلا تعيين لأحدهم لكن بطريقة توهم التعميم وإرادة الكل فلا شك أنه أمر أشد حرمة وأعظم خطرا لأن الأصل في هؤلاء أن يكونوا محل فعظيم وإجلال ما داموا من أهل العلم حقا أو من أهل الصلاح والفضل صدقا ومن أولى من هؤلاء أن يكونوا محل فخر الأمة بهم وموضع القدوة فكيف يصح أن يقبل فيه مستهزاء ينفر الناس عنهم ويزهدهم في التأسيبهم فضلا عن شدة ظلم هذا الاستهزاء لمن أسيئ إليهم بهم لأنه انتهاك لحرمة أشخاص هم أقوى في التصون عن المعايب وأنزه عن أسباب التنقص وأحرص على الفضائل وأولى بالتقدير والاحترام لأنهم أهل العلم والصلاح ولا شك أيضا أن من كان من شأنه أنه يسخر من أهل العلم والصلاح فهذا يدل على مرض في نفسه وهو نوع نفاق عملي لا يخرج من الملة إلا بشرطه التالي أما إن كان مقصود الساخر بأهل العلم والصلاح السخرية من الشريعة الإسلامية نفسها أو من حكم شرعي يعلم الساخر أنه حكم شرعي أو من سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الساخر أنها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه السخرية كفر ولا شك أي إذا كان الداعي للسخرية بأهل العلم والصلاح هو السخرية بالله تعالى أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن الكريم أو بالإسلام وشرائعه فهذه هي السخرية التي يكفر صاحبها وظهر بهذا التفصيل أن السخرية بأهل العلم والصلاح ليست كفرا مطلقا وأنه لا يجوز التكفير بها مطلقا حتى نتيقن أن مناط الكفر بها قد تحقق بالساخر وهو أنه قد قصاد بسخريته ربنا عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو القرآن الكريم أو الإسلام وشرائعه ولا يجوز في هذه الحالة النظر في القرائن كما تقدم من إلغاء النصوص دلالة القرائن أمام يقين حكم الدخول في الإسلام ولو كان للقرائن عمل في نقض ذلك اليقين الحكمي لما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين في زمنه معاملته للمسلمين مثبتا لهم حكم الإسلام رغم مواقف فجور المنافقين والمكرب المسلمين والكيد عليهم التي كانوا يقومون بها مع ذلك كله فقد كان ظاهر ما يبديه المنافقون من الإسلام عاصما لهم من تكفير أعيانهم مانعا من إخراجهم من ربقة الإسلام وعهده وإثبات الإسلام لهؤلاء المنافقين لم يكن مانعا أيضا من وصفهم بالنفاق العملي بالنفاق العملي غير المخرج من الملة ولا مانعا من الحذر منهم هم العدو فاحذرهم ولا مانعا من عقوبتهم إذا ارتكبوا مأثما يستوجب حدا أو عقوبة تعزيرية فليس إثبات الإسلام لشخص ولا المنع من تكفيره حصانة من التفسيق أو العقوبة ولا كان معناه أن نساوي بين العضو الصالح في المجتمع المسلم بالعضو الفاسد فيه ولا المؤتمن بالخائن أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ومع أن هذا التقرير والتفصيل في حكم الساخر بأهل العلم والصلاح تقرير شائع منتشر بين أهل العلم ويذكروه حتى المتوسعون في التكفير تقريرا نظاريا إلا أن أكثر الخلل إنما يظهر في تنزيله على الوقائع وفي الحكم على الأعيان وقد تأملت في سبب هذا الخلل وفي سبب هذا التباين بين التقرير النظري والتطبيق العملي فوجدته يرجع إلى أحوال الحالة الأولى ترجع إلى الجهل من بعض المكفرين بالتقرير أصلا ويحتجون بقوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وأنها نزلت وأنها نزلت في قوم سخيروا من الصحابة رضي الله عنهم يقولون ومع ذلك فقد جعل الله تعالى سخريتهم بالصحابة رضي الله عنهم سخريتا بالله وآياته ورسوله يقولون هذا القول ويطلقون هذا التقرير وبذلك توسعوا في التكفير وسلطوا سيفه الجائر على المسلمين وهم لا يدرون أنهم يخترعون قولا عظيما في دين الله تعالى وإفكا مبينا لأن جعل حكم البشر غير المعصومين لأن جعل حكم البشر غير المعصومين مهما بلغ فضهم كحكم الله تعالى أو حكم رسوله المعصوم صلى الله عليه وسلم أو حكم الوحي المنزه جريمة ولا يمكن لعاقل أن يقبل مثل هذه المساوات وبهذا التقرير الجاهل منهم يعطون أنفسهم أو بعض البشر قداسة لا يستحقونها وهي صورة من فور الكهنوت الكنسي المبني على الغلو في رجال الدين وما علم هؤلاء أيضا أن الذين وما علم هؤلاء أيضا أن الذين سخروا من الصحابة إنما سخروا منهم لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسخريتهم منهم هي في حقيقتها سخريات بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبآياته ولذلك كفروا ولو كانت سخريتهم بالصحابة رضي الله عنهم لعداوة دنيوية لا تبلغ العداء في الدين أو لأي سبب آخر لا يبلغ قصد السخرية بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبآياته لما كفروا بذلك كما سبق تقريره في حكم من كفر عامة الصحابة كالخوارج الذين أجمع السلف على عدم كفرهم وكما بيناه مما وقع بين الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم مما تجاوز السخرية إلى ما هو أشد منها كالقتال وما دون القتال من صور العداوة والخصومة والسب على غير الدين ولذلك جاء تقرير أهل العلم قديما وحديثا يفرق في حكم الساخر بأهل العلم والصلاح بناء على مقصده يفرق في حكم الساخر بأهل العلم والصلاح بناء على مقصده وأنه إن قصد السخرية بالدين نفسه فهذا هو الكفر وأنه لا يكون كفرا إذا قصد السخرية بهم لأمر لا يعود إلى السخرية بالله تعالى أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن الكريم أو بالإسلام وشرائعه ولكن أهل الغلو يأبون إلا التوسع في التكفير والحالة الثانية ترجع إلى تكفير الساخر بالدعاء أنه قصد بسخرياته السخرية بالله تعالى أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن الكريم أو بالإسلام وشرائعه مع عدم توفر اليقين الدال على هذا القصد والذي تتضح ظنيته من ورود الاحتمال على السخرية احتمال عدم قصد السخرية الكفرية إذ إن مجرد ورود الاحتمال على هذا الفعل كان يجب أن يمنعهم من التكفير لأنه احتمال يمنع من تحقق يقين الخروج من الإسلام ومشكلة أصحاب هذه الحالة هي التوسع في الدعاء اليقين بدليل أنهم يدعون اليقين مع ورود الاحتمالات المانعة من اليقين فهم يجعلون غلبة الظن يقينا دون أن يشعروا تأزهم الحماسة غير المنضبطة وربما أزتهم حضوظ النفس بالانتصار لها أو للجماعة أو للحزب والطائفة ومن الأسباب المعرفية لتوسع بعضهم في دعاء ويقين الخروج من الإسلام التفاتهم لما يسمونه بالقرائن التي يزعمون بها استفادة اليقين بكفر الذين يحكمون بكفرهم غافلين عن أن الشريعة منعتهم من إعمال القرائن مهما بلغت في مقابل يقين حكم الإسلام لمن أعلن الشهادتين كما في قصة أسامة بن زيد رضي الله عنهما وغيره والتي قطعت القرائن في حديثه وحديث غيره بأن الكافر الذي أعلن الشهادتين ما أعلنها إلا تعوذا لا تصديقا ولا يقينا ومع ذلك منعت الشريعة من إعمال تلك القرائن وأمرت بتغليب ظاهر ما بدى لنا ممن أعلن الشهادتين على يقيننا المستفاد من تلك القرائن والتي لا يمكن أن يبلغ يقينها قوة يقين سماعنا لإعلان الإسلام بالنطق بالشهادتين والذي جعلته الشريعة حكما يقينيا بالإسلام وكما في حال المنافقين أيضا الذين وجدت فيهم من قرائن الكذب والخيانة وإضمار الكفر ما لو وجد اليوم لما تأخر المتوسعون في التكفير من القطع بكفرهم خلافا لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وهكذا يتضح أن السخرية بأهل العلم والصلاح لا تكفي وحدها للحكم بكفر الساخر حتى نتيقن أنه يسخر ممن توجب السخرية منه الكفر بلا إعذار بجهل أو تأول كما سبق بيانه وكذا هو شأن السخرية بحكم شرعي فحكمها لا يمكن أن يكون أشد من حكم من أنكر معه وكذا هو شأن السخرية بحكم شرعي فحكمها لا يمكن أن يكون أشد من حكم من أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة والذي اشترطنا للتكفير به معرفة المنكر بأن ما أنكر كونه من الدين من الدين فكذلك الحال في الساخر من حكم شرعي لا بد من التيقن من كونه سخر منه مع علمه أنه حكم شرعي أي سخر من الحكم على أنه حكم لله تعالى فيكون سخرية من الحكم نفسه وهو الله عز وجل فيكون كفرا يقينيا لا شك فيه أما إذا سخر الساخر من الحكم الشرعي على أنه اجتهاد بشري من الفقهاء والعلماء وهو ينفي صلته بالوحي وينزه الله تعالى وشرعه بزعمه من هذا الحكم فهذا ليس كفرا لأن مناط التكفير قد تخلف عنه وهو أنه لم يسخر من الله تعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم أو من القرآن الكريم أو من الإسلام وشرائعه وإنما سخر مما ألصق بالوحي حسب ظنه والذي قد يكون ظنا باطلا من الساخر يستحق الرد والإنكار عليه وقد يستحق العقوبة عليه أيضا دنيا وأخرى لكنه لا يستحق التكفير ومع هذا البيان لحكم السخرية بأهل العلم والصلاح وبالحكم الشرعي فلابد من التنبيه على خلل آخر خلل يجعل كل من لبس لبوس العلماء وتصدر في مجالس الوعظ والإفتاء عالما وإماما يمنع من نقده ويجعل كل شخص تمسك بما يفهمه من مظاهر الدين كإعفاء اللحية وتشمير الثوب مستقيما من أهل الصلاح لا يجوز نقده ويجعل كل حكم اجتهادي ظني دينا بيقين يكفر من انتقده وخطأه مع أنه قد يكون حكما مقطوعا ببطلانه في الحقيقة مع أننا نشاهد في واقعنا كيف تصدر للإفتاء من ليس له بأهل فضل وأضل وأساء إلى نفسه وإلى الدين ونشاهد من تاجر باسم التدين وبإظهار ظواهر التمسك بالسنن ونشاهد أصحاب الغلو والتشدد المنحرفين عن الإسلام والمشوهين لصورة الإسلام باسم الإسلام ونشاهد آثار جريمة تقسيم المجتمع المسلمين إلى ملتزمين وغير ملتزمين ومستقيمين وغير مستقيمين ومؤمنين وفاسقين بمعايير باطلة أو بمنهج تطبيق لا يلتزم أحكام الشرع في التطبيق ونسمع أيضا أحكاما يقطع بنسبتها إلى الشرع بلا مستمسك يسمح بالقطع وتجعل حدا فاصلا بين الإيمان والكفر أو الإيمان والفسق ويوالى ويعادى عليها وهي أحكام أقصى ما تبلغه من الدين أن تكون اجتهادات ظنية تحتمل الصواب والخطأ إن لم تكن مجزوما بخطائها كل هذا موجود وكل هذا مما يجب نقده والتحذير منه وليس مما يجوز نقده فقط والنقد الساخر هو أحد وجوه النقد الموجودة قديما وحديثا والتي توسعت صوره في العصر الحاضر من رسوم هزلية كاريكاتورية إلى برامجة الفازية إلى أفلام ومسلسلات والشريعة لم تحذم السخرية مطلقا ولا منعت منها في كل الأحوال فالسخريات سلوك إنساني قد يكون بحق وقد يكون بباطل وقد تكون مصالحه أعظم من مفاسده وقد تكون مفسدته أخف من مفسده تركه فلا يصح إطلاق منعه ولا يصح إطلاق تجويزه فلا يصح إطلاق منعه ولا يصح إطلاق تجويزه لكن لما كانت السخرية غالبا من وسائل السفهاء في إيذاء الخلق جاء إطلاق النهي عنها في عدد من نصوص الشرع ولا شك أن هذا هو الأصل فيها خاصة إذا كانت في حق من الأصل أنه لا يجوز تحقيره ولا إهانته ولا إيصال الأذى إليه من المسلمين والآدمين المصونين أعراضا وكرامات ومما يبين أن السخرية ليست مذمومة مطلقا ما ذكره المفسرون في قوله تعالى الله يستهزئ بهم وقوله تعالى سخر الله منهم فقد ذهب الإمام الطبري مثلا إلى أن الاستهزاء المذموم والسخرية المستقبحة هي التي تخرج عن حد العدل حتى إن الطبري جادل من أنكر وجود سخرية بغير عبث ولعب وألزمه بوجود سخرية لا عبث فيها ولا لعب إن الطبري جادل من أنكر وجود سخرية بغير عبث ولعب وألزمه بوجود سخرية لا عبث فيها ولا لعب ولا ينزه عنها أصحاب الكمالات بل لا ينزه عنها الله تعالى وَكَذَلِكَ تَكَلَّمَ الْعُلَمَاءُ وَعَنْ ذَلِكَ فِي قَوْلِ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَوْلِ الْمُؤْمِنِينَ لِقَوْمِهِ مُلْكُ فَارِ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ وفي قوله تعالى ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ وَمَا فِيهَا مِنَ التَّهَكُمِ الْعَادِلِ بِالْمُتَكَبِّرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا كَانَ خُلُقًا حَمِيدًا وَعَادِلًا فِي الْآخِرَةِ لَنْ يَكُونَ ذَمِيمًا وَظَالِمًا فِي الدُّنْيَا كما أن حكاية الله تعالى لنا في القرآن لهذا التهكم هو تشريع لصورته الموافقة لصورته وبيان لعدم منعه خلقا ولا دينا وفي تكنية المسلمين أبا جهل بهذه الكنية أبي جهل وعودوا لهم عن تكنيته بأبي الحكم صورة من صور الاستهزاء الجائز التي تليق بكفره وعناده واستكباره وفي هذا السياق لا أشك أننا نحتاج إلى تقرير فقهي معاصر عن النقد الساخر يفصل في أحكامه ويضع ضوابطه فهو من وسائل النقد القوية جدا ولذلك فقد يمكن أن يكون من وسائل الإصلاح ويمكن أن يكون من وسائل الهدم أما مهاجمته بإطلاق فلا تصح ولا تنفع وتركه بلا ضوابط تحميه من الانحراف لن يزيده إلا شدة انحراف فمن ضوابط هذا النقد التي تبدو بعد التأمل عدم جواز السخرية بقطعيات الدين عدم جواز السخرية باجتهادات الفقهاء المعتبرة الوجيهة لأن السخرية منها تشنيع وإنكار لما لا يجوز إنكاره ولا التشنيع عليه وهو الاجتهاد المعتبر بخلاف الاجتهاد غير المعتبر الذي يجوز إنكاره والتشنيع عليه عدم جواز السخرية من المقدسات الدينية ورموز الأديان مطلقا لقوله تعالى ولا تسبو الذين يدعون من دون الله فيسبو الله عدوا بغير علم والسبو المعلن صورة من صور السخرية وهو يدل على استخفاف وإهانة وتحقير ويدل على قصد إيذاء الآخرين في مقدساتهم بلا فائدة بل بضرر غالب وكذلك السخرية بها عدم جواز السخرية بالأشخاص المعينين بأسمائهم أو بما يدل على أعيانهم إلا إذا سقط حقهم في عدم السخرية منهم قضائيا البعد عن الكذب الصريح والفحش من القول وغير ذلك من المحرمات لذاتها ألا يؤدي النقد الساخر إلى فتنة ومفاسد أشد من مفسدات الأمر المنتقد فهو كالإنكار لا يجوز الإنكار بما يؤدي إلى مفسدة أعظم من مفسدة المنكر نفسه وبعض هذه الضوابط قد تختلف من مجتمع إلى مجتمع فالمجتمع المتحفظ جدا الذي لا يفهم من النقد الساخر إلا أنه إساءة لن يكون كالمجتمع الذي صار ينظر للنقد الساخر إلى أنه وسيلة لنقل الفكرة ونشرها وأنه لتنبيه المجتمع على أخطائه فإن التزم النقد الساخر بالضوابط الصحيحة فهو وسيلة من وسائل النقد البناء سواء تناول مظاهرة دين خاطئ أو تناول أي مظهر خاطئ آخر في المجتمع ومع أن هذا التقرير تقرير فقهي لا علاقة له بمسائل التكفير لكنه كان مهما لاستكمال التصور عن حكم الاستهزاء بمن يوصفون بأنهم من أهل العلم والصلاح وأنه استهزاء له أحوال فقد يكون كفرا وبينا مناط التكفير به فقد يكون كفرا وبينا مناط التكفير به وقد يكون معصية وإثما وقد يكون جائزا أو واجبا فلا يصح إطلاق الأحكام على الاستهزاء بلا معرفة بحقيقته ولا بالداعي إليه ولا باختلاف مناطات الحكم عليه وفي مسألة التكفير بالسحر قال تعالى واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماعوت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وذوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ومع أن الآية ظاهرة في تكفير الساحر في قوله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وفي قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر وفي قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق فمع تتابع هذه المواطن من الآية شاهدة على كفر الساحر إلا أن ذلك لم يمنع عددا من الأئمة من تفصيل الحكم في السحر والساحر وعدم إطلاق القول بكفر الساحر ومن إناطة تكفيره بشيء واحد وهو إتيانه بمكفر غير مجرد عمل السحر وأصبح المواقف في تقرير ذلك التفصيل هو موقف الإمام الشافعي من الساحر حيث افتتاح بذكر هذه الآية ثم قالا والسحر اسم جامع لمعاني مختلفة فيقال للساحر صف السحر الذي تسحر به فإن كان ما يسحر به كلام كفر صريح استتيب منه فإن تابا وإلا قتلا وأخذ ماله فيئا وإن كان ما يسحر به كلاما لا يكون كفرا وكان غير معروف ولم يضر به أحدا نهي عنه فإن عاد عزرا وإن كان يعلم أنه يضر به أحدا من غير قتل فعمد أن يعمله عزرا وإن كان يعمل عملا إذا عمله قتل المعمول به وقال عمدت قتله قتل به قودا إلا أن يشاء أولياؤه أن يأخذوا ديته حالة في ماله وإن قال إنما أعمل بهذا لأقتلا فيخطئ القتل ويصيبه وقد مات مما عملت به ففيه الدية ولا قودة وإن قال قد سحرته سحرا مريض منه ولم يمت منه أقسم أولياؤه لمات من ذلك العمل وكانت له مدية ولا قودة لهم ولا يغنم مال الساحري إلا في أن يكون السحر كفرا مصرحا وأمر عمر أن يقتل السحار عندنا والله تعالى أعلم إن كان السحر كما وصفنا شركا وكذلك أمر حفصة وأما بيع عائشة الجارية ولم تأمر بقتلها فيشبه أن تكون لهم فيشبه أن تكون لم تعرف ما السحر فباعتها لأن لها بيعها عندنا وإن لم تسحرها ولو أقرت عند عائشة أن السحر شرك ما تركت قتلها إن لم تتب أو دفعتها إلى الإمام ليقتلها إن شاء الله تعالى وحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أحد هذه المعاني عندنا والله تعالى أعلم وختم الإمام الشافعي كلامه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله فانظر كيف فهم الإمام الشافعي الآية وكيف فهم الروايات وفق فقه الباب وكيف أناط تكفير الساحر بما لو سحر بكفر صريح لا مطلقا هذا مثال عملي لأحد أئمة السلف للتعامل مع النفوس التي تقتضي التكفير بظاهرها أن ترجع إلى أصل الباب القطعي وأن تفهم من خلاله حتى لا تضطريب النصوص وتتناقض وهذا الموقف من الإمام الشافعي من آية قصة هاروت وماروت موقف كان يجب أن يكون درسا دقيقا في طريقة تعامل أئمة السلف من نصوص الوعيد فمع وضوح تكفير الساحر في آية من آيات القرآن الكريم ومع تأكيد لفظ الكفر وما يدل عليه فيها أكثر من مرة لكن ذلك لم يمنع الإمام الشافعي ومن وافقه من أئمة السلف ومن علماء الأمة من أن يفهموها وفق بقية النصوص ووفق قواعد الباب القطعية المعتمدة ووفق قواعد الباب القطعية المعتمدة على قطعيات الكتاب والسنة ليخرجوا بتفصيل يبين الموطن الصحيح لتكفير الساحر ويفارقوه عن الموطن الذي لا يجيز تكفيره ولهذا لما أخذ ابن المنذر بمذهب الإمام الشافعي في تفصيل حكمه في الساحر وفي عدم إطلاق القول بكفره ثم حك اختلاف المروي عن الصحابة رضي الله عنهم في قتل الساحر قال وإذا اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة وجاب اتباع أشباههم قولا بالكتاب والسنة وقد يجوز أن يكون السحر الذي أمر من أمر منهم بقتل الساحر سحرا يكون كفرا فيكون ذلك موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن تكون عائشة أما رب ببيع الساحرة لم يكن سحرها كفرا فإن احتج محتج بحديث جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف فلو صح هذا لحتميل أن يكون أمر بقتل الساحر الذي يكون سحره كفرا فيكون موافقا للأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم ممرء مسلم إلا بإحدى ثلاث وفي إسناد حديث جندب هذا مقال وهذا الذي ذهب إليه الإمام الشافعي وابن المنذر هو المذهب عند الحنفية وهو رواية في مذهب الإمام أحمد بخلاف المشهور في مذهبه فالمشهور في مذهبه أن الساحر يكفر بسحره وهو مذهب الإمام مالك وسبب الخلاف هو أن من الفقهاء من كان يعتقد بأن السحر لا يتم إلا بالكفر وأن الساحر لا يسحر إلا إذا قدم الكفر بالله تعالى بين يدي سحره ولذلك حكوا بكفره مطلقا وبذلك لا يكون من شأ اختلافهم خلافا في مناط التكفير بالسحر وإنما من شأ لاختلافه واختلاف التصور عن السحر هل يقع بغير كفر أم لا يسحر الساحر أبدا إلا وقد كفره لكن هذا التصور الذي جعل السحر لا يقع إلا بكفر تصور غير صحيح فالنص لا يقطع به والواقع لا يقطع به أيضا فمن أين جاء القطع به الذي يجيز إخراج المسلم من يقين دخوله في الإسلام وهذا ما جعل الإمام الشافعي والحنفية ومن وافقهم يفصلون في الحكم ولا يطلقون القول بكفر الساحر وهذا الإمام قرافي وهو المالكي المذهب ينبه على الخلل الذي نشأ من إطلاق القول بكفر الساحر دون معرفة حقيقة السحر الذي يكفر به الساحر فقال أطلق المالكية وجماعة معهم الكفر على الساحر وأن السحر كفر ولا شك أن هذا قريب من حيث الجملة غير أنه عند الفتيا في جزئيات الوقائع يقع فيه الغلط العظيم المؤدي إلى هلاك المفتي والسبب في ذلك أنه إذا قيل للفقيه ما هو السحر وما حقيقته حتى يقضى بوجوده على كفر فاعليه يعصر عليه ذلك جدا فإنك إن قلت له السحر والرقى والخواص والسيميا والهيميا وقوى النفوس شيء واحد وكلها سحر أو بعض هذه الأمور سحر وبعضها ليس بسحر فإن قال الكل سحر يلزمه أن سورة الفاتحة سحر لأنها رقية إجماعا وإن قال بل لكل واحدة من هذه خاصية يختص بها فيقال بيّن لنا خصوص كل واحد منها وما به تمتاز وهذا لا يكاد يعرفه أحد من المتعرضين للفتيا وأنا طول عمري ما رأيت من يفرق بين هذه الأمور فكيف يفتي أحد بعد هذا بكفر شخص معين أو بمباشرة شيء معين مناء على أن ذلك سحر وهو لا يعرف السحر ما هو ولقد وجد في بعض المدارس بعض الطلبة عنده كراسة فيها آيات للمحبة والبغضة والتهييج والنزيف وغير ذلك من الأمور التي تسميها المغاربة علم المخلات فأفتوا بكفره وإخراجه فأفتوا بكفره وإخراجه من المدرسة بناء على أن هذه الأمور سحر وأن السحر كفر وهذا جهل عظيم وإقدام على شريعة الله بجهل وعلى عباده بالفساد من غير علم فاحذر هذه الخطة الردية المهلكة عند الله ثم قال القرافي وستقف في الفرق الذي بعده وستقف في الفرق الذي بعده وستقف في الفرق الذي بعده هذا على الصواب في ذلك إن شاء الله تعالى ثم قال في الفصل التالي بعد أن عرف ببعض أنواع السحر ثم هذه الأنواع قد تقعوا بلفظ وهو كفر أو اعتقاد وهو كفر أو فعل وهو كفر فالأول كالسب المتعلق بمن سبه كفر والثاني كاعتقاد فراد الكواكب أو بعضها بالرهوبية والثالث كإهانة ما أوجب الله تعظيمه من الكتاب العزيز وغيره فهذه الثلاثة متى وقع شيء منها في السحر فذلك السحر كفر لا مرية فيه وقد يقع السحر بشيء مباح كما تقدم في وضع الأحجار في الماء فإنها مباحة وكذلك رأيت بعض السحرة يسحر الحيات العظامة فتقبل إليه وتموت بين يديه بساعة ثم تفيق ثم يعاود ذلك الكلام فيعود حالها كذلك أبدا وكان في ذلك يقول موسى بعصاه محمد بفرقانه يا معلم الصغار علمني كيف آخذ الحية والحوية وكانت له قوة نفس يحصل منها مع هذه الكلمات هذا الأثر وهذه الكلمات مباحة ليس فيها كفر وقوة نفسه التي جبل عليها ليست من كسبه فلا يكفر بها كما أن الإنسان لا يعصي بما جبلت عليه نفسه من الإصابة بالعين وتأثيرها في قتل الحيوانات وغير ذلك وإنما يأثم بتصديه واكتسابه لذلك بما حرم الشر أذيته أو قتله أما لو تصدى صاحب العين لقتل أهل الحرب أو السباع المهلكة كان طائعا لله تعالى بإصابته بالعين التي طبعت عليها نفسه فكذلك هاهنا وكذلك سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاقة وذكر طلع من النقل وجعل الجميع في بئر فهذه الأمور في جمعها وجعلها في البئر أمر مباح إلا من جهة ما يترتب عليه وليس الكلام في التكفير بالسحر من جهة ما يترتب عليه وإلا لوجب التفصيل فقد يكون كفرا واجبا في صورة أخرى اقتضت قواعد الشرع وجوبها فإن كان مع هذه الأمور الموضوعة في البئر كلمات أخرى أو شيء آخر وهو الظاهر نظر فيه هل يقتضي كفرا أو هو مباح مثلها وللسحارة فصول كثيرة في كتبهم يقطع من قبل الشرع بأنها ليست معاصي ولا كفرا كما أن لهم ما يقطع بأنه كفر فيجب حينئذ التفصيل كما قاله الشافعي رضي الله عنه أما الإطلاق بأن كل ما يسمى سحرا كفر فصعب جدا وأيده ابن الشاط المالكي على خلاف عادته في حواشيه فقال ما قاله صحيح بل وجدت الإمام أبا عبد الله القرطبية في عام سبتمائة وواحد وسبعين هجري ينقل مذهب الإمام مالك على ما يوافق مذهب الإمام الشافعي بل يجعل مذاهب الفقهاء متفيقة فيه فقد قال في الجامع لأحكام القرآن واختلف الفقهاء في حكم الساحر المسلم والذمي فذهب مالك إلى أن المسلم إذا سحر بنفسه بكلام يكون كفرا يقتل ولا يستتاب ولا تقبل توبته لأنه أمر يستسر به كالزنديق والزاني لأنه أمر يستسر به كالزنديق والزاني ولأن الله تعالى سمى السحر كفرا بقوله وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر وهو قول أحمد بن حنبل وأبي ثور وإصحاق والشافعي وأبي حنيفة ثم نقال القرطبي كلام بن المنذر المذكور آنفا ثم نقال القرطبي كلام بن المنذر المذكور آنفا والذي أخذ فيه بتفصيل الإمام الشافعي ثم أيده القرطبي بقوله قلت وهذا صحيح ودماء المسلمين محظورة لا تستباح إلا بيقين ولا يقين مع الاختلاف بل هذا أيضا هو ترجيح الشيخ محمد الأمين الشنقيطي المالكي في عام 1393 هجريا في كتابه أضواء البيان حيث قال بعد ذكره كلام القرطبي والأظهر عندي أن الساحر الذي لم يبلغ به سحره الكفر ولم يقتل به إنسانا أنه لا يقتل لدلالة النفوس القطعية والإجماع على عصمة رماء المسلمين عامة إلا بدليل واضح وقتل الساحر الذي لم يكفر بسحره لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم والتجرؤ على دم مسلم من غير دليل صحيح من كتاب أو سنة مرفوعة غير ظاهر عندي غير ظاهر عندي والعلم عند الله تعالى مع أن القول بقتله مطلقا قوي جدا لفعل الصحابة له من غير نكير وهكذا يتبين أن الاختلاف في كفر الساحر إنما نشأ عن الاختلاف في تصور السحر وأنه عند التفصيل والبحث سيتفق العلماء فهؤلاء الأئمة والعلماء القرافي والقرطبي وابن الشاط ومحمد الأمين الشنقيطي رغم قونهم مالكية المذهب إلا أنهم أخذوا بتفصيل الإمام الشافعي في هذا الباب بل هذا أبو عبد الله القرطبي يحكي عن المذاهب الأربعة وغيرها لاتفاق على تفصيل الإمام الشافعي وكذا فعل ابن عقيل الحنبلي حيث مال إلى الرواية الأخرى عن الإمام أحمد ولم يجعل السحر مطلقا كفرا وحمل كلام الإمام أحمد في كفر الساحر على معتقده أي إنما يكفر إذا اعتقد كفرا وأن الساحر يفسق ويقتل حدا بل تفصيل مشهور مذهب الإمام أحمد يقترب جدا من تقرير الإمام الشافعي لأنه فرق بين سحر وسحر فجعل بعض السحر كفرا وبعضه ليس بكفر حتى قالوا في مشهور المذهب فأما الذي يسحر بالأدوية والتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر لأن الله تعالى وصف الساحرين الكافرين بأنهم يفرقون بين المرء وزوجه فيختص الكفر بهم ويبقى من سواهم من الذين يسحرون بالأدوية والتدخين على أصل العصمة لا يجب قتلهم ولا يكفرون بسحرهم لكن يعزرون لكن يعزرون إن ارتكبوا معصية ويقتص منهم إن فعلوا ما يوجب القصاص كما يقتص من المسلمين وأما الذي يعزم على الجن ويزعم أنه يجمعها فتعطيه فلا يكفر ولا يقتل وهكذا يتضح مدى توافق المذاهب في حقيقة الحكم بكفر الساحر وتتضح مآخذ اتفاقهم واختلافهم مما ينفع أن يكون مثالا من أمثلة فهم حقيقة الاختلاف الذي قد يقع في التكفير وأن بعضه ليس ناشئا عن اختلاف في مناط التكفير هذا ما أحببت تقيده في هذا المختصر مما أرجو أن يضبط باب التكفير وهو يحتمل الزيادة خاصة في ذكر مسائل التكفير التي لم أذكرها وهي كثيرة جدا وبيان مناطات التكفير بها لنعين على تصحيح أخطاء هذا الباب الخطير والذي كثر فيه الغلط الشنيع مما حقق فينا ما نهانا عنه صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فقد رجعنا بعده صلى الله عليه وسلم يضرب بعضنا رقاب بعض كالكفار ولم يقتصر وجه الشبه بيننا وبين الكفار في استباحة دماء بعضنا بل بقتال بعضنا على التكفير فبعضنا يكفر بعضا فالله أسأل أن يجعل هذا المختصر سببا لحق ندم مسلم ولإطفاء فتنة ولكف عاقل عن التهافة على تكفير إخوانه من أهل الشهادتين بجهل التقريرات التكفيرية الخاطئة والله أعلم ترجمة نانسي قنقر